صباح والحنة والخير يعني معانا واللي حضرنا دلوقتي واللي صحي عشان نتابع عشر الصبح في الأهلي كل سنة وإحنا جميعا بخير رجعنا بسرعة والله من العجازة لا رجعنا بسرعة على كل حال رجعنا لحضراتكم وبدأت الأسبوع طبعا عشر الصبح في الأهلي ولازم كنا نرجع إلى حد ما لأن كلامنا كتير جدا ومتشطنا كتير جدا عن النادي الأهلي والحمد لله إحنا حد دلوقتي ماشيين برضو وطيرة أكثر من رائعة وعندنا كلام كتير على مدار الحلقة إن شاء الله هابي عيد تمنى كان هابي عيد ملحقناش قوي بس كل سنة وانت طيب صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا كل مكان وأهلا بيكم وبدأت حدقة جديدة من عشر الصبح في الأهلي اللي من حضراتكم كان فاهم بالغلط إن احنا النهاردة بكرة مش هنكون موجودين معاكم عشان أجازات يبقى غلطان غلط كبير لأن احنا بسم الله ما شاء الله مش حتى أي أجازة ممكن تمنعنا عن حضراتكم وزي ما أنا واندي بتقول احنا عندنا كلام كتير وبسم الله ما شاء الله النادي الأهلي غاية النهاردة ماشي بخطوات زي الفل وهنتكلم مع حضراتكم في سياق حلقة النهاردة عن تفاصيل الخطوات اللي هو ماشيها بشكل أكتر من ممتياز بالمناسبة وكالعادة حيكون عندنا في الساعة التانية من حلقة النهاردة فقرتين حواريتين الفقرة الأولى حيكون معنا فيها دكتور محمد أحمد بدر وهو أستاذ التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية جمعة دميات والمدير الفني للمشروع القومي لنشر رياضة الهوكي الفقرة التانية هتكون مع كابتن إسلام عادل نجم النادي الأهلي السابق ودي الفقرة اللي هنفصص من خلالها كل الحاجة متعلقة بالجزء اللي فات من مشوار النادي الأهلي في هذا الموسم محليا وقريا وكمان ما هو قادم إن شاء الله فتبعونه عملتني في العيد الأول انت أعادت ده أنا خربت الدنيا على شكل كده أعادت في البيت خربت الدنيا إلا معمات بص لما حبيتها روش نزلت أحلق أه بجد والله العظيم زي ما قلت ده المشوار الوحيد اللي روحت وعبت بص هرجع قولك تاني قبل حتى الأجازة كنا منتكلم في حاجة كانت غريبة العيد ده تحديدا ناس كتير جدا مش مسافر يعني ناس كتير جدا ما كانتش مسافر العيد ده تحديدا وده على عكس طبيعة المصريين المصريين حتى لو بتتكلم في ظروف اقتصادية تتكلم في مسئوليات في شغل في غيره الناس دايما بتلاقي طريقة إن هي تسافر تقضي لأي أجازة إن كانت لكن العيد ده أنا مش عارفة ليه ناس كتيرة جدا ما سافرتش بصراحة أنا مش عارفة مرتبط بيه نصي وفيه أسحنا كده 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 كتير فكتير قوي سافر وكتير قوي قاعد وحط لها كتير قوي برضه قاعده صح والله إنت معك يعني لحد كبير أما حاجة نكون مبسط ناس مش شرط إن أنت تسافري بمبسط ممكن تكون قاعد في بيتك ممكن تكون مؤدي العيد مع الناس اللي إنت بتحبوهم حتى لو يعني خرجتوا في نفس الأماكن بتخرجوا فيها كل يوم بس مبسطتوا يعني الموضوع ملوش علاقة قوي بالسفر على قد ما ليه علاقة إزاي بقضي العيد ومع مين وزي ما كنا بنتكلم برضه فكرة هنا سلة الرحم والزيارات العائلية اللي إحنا ما بنعملهاش غير في مناسبات على مدار السنة برضه بتفرق بشكل كبير جدا أنا يمكن قضيت العيد شوية فيها يعني شوية علاقة أو يعني قضيته بشكل ليه علاقة بسلة الرحم وقرايبي اللي ما بشوفهمش بقالنا كتير وحاجات زي كده المسافرين هم اللي جمع حلو بردو عشان كده انت ما كانش فيه اوبشن قوي انت تسافر فيعني الحمد لله كان عيد لطيف علينا على كل حال بقى نبدأ ونخشف المهم لأنه عندنا كلام كتير جدا وعندنا كمان مواطشات مهمة هذا الأسبوع النهاردة مواجهة فيوتشر طبعا ويوم الأربع المؤولون والأهلي خلينا نقول بيكمل مشواره اللي صدرت الدوري وده شيء أعتقد كلنا سعداء به والفوز كمان المتواصل اللي بيحصل على الأرض اللي كلنا بردو أكيد متشرفين وسعداء وفخورين إن الأداء ده بييجي من نادي الأهلي حتى وإن كان هناك ضغط مباريات حتى وإن كان هناك عكسات زي ما كريم دايما بيحب يقول حتى لو كان هناك بعض الأفعال اللي عليها علامات استفهام خاصة بالتحكيمة وغيره مش موضوعنا الحمد لله وصلنا للنقطة 68 بعد الفوز على البنج الأهلي كان يوم القميس مطش كان قوي جدا ولازم هنا نقف شوية بردو مع المطش ده وليه؟ هنقف لأن الأهلي الأكثر حفاظا على نظافة شباكه في الدوري ده النادي الأكثر حفاظا على نظافة شباكه في الدوري ده وفقا للإحصائيات والأرقام يعني دي كانت كمان المباراة التمنة على التوالي وال19 هذا الموسم اللي بيخرج فيها النادي الأهلي بالشباك زي ما بتقال نظيفة وده أكيد ليه معاني كبيرة جدا لو أنت تكلمت هتلاقي عدة أسباب يا كريم هتلاقي ممكن نتكلم عن حراسة المرمى اللي عندك مستواهم أكثر من رائع دلوقتي الدفاع كمان عندك قوي جدا وفيه انسجام كمان بين اللعبين كامستري بين اللعبين قوية تناغم أثناء اللعب كبير جدا شفنا كمان التمريرات السريعة ودي برضو لازم نقف عندها شوية وهي أن فكرة لعبتك ما عندهمش أنانية في اللعب بالعكس كمان التمريرات السريعة بتخلي الفريق كمان المنافس في حالة تشتت وده اللي حصل وده اللي شفناه كمان لعبتك بيلعبه وهم مرتاحين جدا تقدر أن أنت من خلال برضو أو من خلال أن أنت تضغط على المنافس بشكل كبير وبالتالي كمان فرصتك في التسجيل بتكون أكبر على كل حال أو عموما خلينا نقول مطش مهم كان جدا واللي جاي برضو عندنا مطشات مهمة جدا لازم نأمن نفسنا كريم بعد كمان يعني النقاط أو بعدد نقاط نقدر نضمن به بإذن الله لقب الدوري ولو إن الحد دولي برضو إحنا ضامنينه خلينا نقول بهذا الشكل بلغة الأرقام مش تهيئات أو يعني آراء شخصية لأنت بتتكلم بلغة الأرقام لكن أكيد برضو مهم جدا إن احنا نحافظ على المستوى ده فيه أو هذا المستوى في المطشات كمان القادمة والنقاط بتاعتنا ده فور شوريا وعلى ذكر لغة الأرقام برضو من الحاجات المهمة في مباراة الأهلي والبنك الأهلي إن الأهلي كده بيكمل 32 مباراة محلية هذا الموسم بدون أي هزيمة في كل البطولات اللي شارك فيها حق لغاية النهاردة 27 فوز وخمس تعادلات سجل 61 هدف وعليه 10 أهداف الأهلي في آخر 19 مباراة في كل البطولات سواء محليا أو أفريقيا حقق 17 فوز وإتنين تعادل وبدون أي هزيمة ولو اتكلمنا عن فنيات المطش ده بالتحديد حلا إن الأهلي تقريبا كان مسيطر على مجريات المباراة بالكامل تقدم علي معلول للنادي الأهلي بالهدف الأول في الديئة 18 من ركلة حرة سددها بمهارة واقتدار كان جون عالمي بالمعنى الحرفي للكلمة وأضاف بعدها أحمد عبدالقادر الهدف الثاني في الديئة 30 وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع ختم طبعا محمود كهربا ثلاثية النادي الأهلي كمان تقلق خلال هذه المباراة مروان عطية اللي فاز بجائزة اللاعب أو أفضل لعب في هذا اللقاء والحقيقة شفنا من خلال المنشطة يعني عمل جيم حلو قوي الحقيقة مروان كلام جميل بمناسبة أنت بتتكلم عن ثلاثيات الأهلي مع الكولير تحديدا واللي مش بس الأهلوية ملاحظينها لا ناس كتيرة جدا يعني أنت راح تتكلم برضو بلغة الأرقام الأهلي حقق 14 ثلاثية لحد دلوقتي حد هذه اللحظة هيا نشوف فيديو جراف عن ثلاثيات الأهلي مع كولير ونرجع نكامل الحقيقة فوز النادي الأهلي الأخير في الماتش ده تاني يوم العيد خلى كتير جدا من جماهير النادي الأهلي يقولوا ما معناه شكرا يا أهلي العدية وصلت الحقيقة النادي الأهلي كالعادة طول عمره هو العيد وهو العدية تعالوا نتابع ونشوف جماهير النادي الأهلي قالت ايه للعيبة بمناسبة العيد أقول لهم كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة العيد ودايما كده ان شاء الله مفرحنا ومن كاس لكاس ومن فرحة لفرحة ان شاء الله أكيد كل فرد من أفراد فريق الكورة وفريق أي فريق في النادي بقوله كل سنة وانتوا طيب وكل عيد أضحى وانتوا بخير كل التوفيق لحمدي فاتحي وكل سنة هو طيب أنا محبه جدا كلاعب جدا 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 احترامت جدا حسين الشحات في قراره الأخير كل سنة هو طيب كل فرقة طيبة كل سنة وانتوا طيبين وان شاء الله دائما ربهم موفقين واجهة تانيها لكل فرد من أفراد الفريق سواء الفريق الكورة أو الفريق أو الجهاز الفني أو المدرب ومجلس الإدارة وعضاء مجلس الإدارة على رأسهم الكابتن المحبوب حبيب الملايين الكابتن المحمود الخطيب ربنا يدونه الصحة أولونكو سنة طيبين وكتر خيرك وتعبته وعملته موسم كويس وان شاء الله يكمله خير وتبسته بالأيد واستحقه وقته كويس تريحه فيه وتقعده معه أسرتكو وتبسته وتتعبته كتير وأسرتكو محتاجة تقعد معكو شوية أولونكو سنة طيبين وفريق الأهلي ألف مبروك على فوزهم على البنك الأهلي وهما دائما مفرحيننا بصراحة أكتر حاجة بتفرحنا في مصر هو فريق النزي الأهلي وربنا معاكو دائما ويوفقكو دائما تبسته الأهلوية والمصريين كلهم إن شاء الله كولو سنة طيبين وربنا وفقكو والإتزام في الشغل واللي اجتهاد فيه بيقدّ العمل أحسن إن شاء الله ربنا وفقهم عجبني جدا من الرسائل الكامن كتيرة جدا فكرة إن الناس بتتكلم على قد إيه اللعيبة بتاعتنا تعبت وقدمت نوسم رائع وكانت مضغوطة ففرصة لهم كبيرة أجاز تعيد إن هم يقدوها مع أهليهم فده الشعور بالآخر لإن فعلا اللعيبة بتاعتنا ومش بنتلع نقول كده علشان برضو نعد نقول أو ندي أعذار بس أنتوا بطبيعة الحال حضراتكو عارفين إن الأهلي بيشارك تقريبا في كل البطولات فعندك ضغطات كبيرة جدا مش وقت بقى نقول حلها إيه مش دقستنا بس الفكرة إن أنت حاسس بيهم إن أنت فاهم اللي هم بيمروا به ورغم كده هذا الموسم يا كريم مع الضغطات دي اللي إحنا قابلناها الموسم اللي فاتوا اللي قابليه وبصراحة كانت نتائجها وحشة على الملعب يعني كان لها تأثير كبير هذه الضغطات في الملعب هذا الموسم تحديدا مع قيادة كولر أنا وغيري وكلنا من الجماهير مش حاسين يا كريم بهذا الضغط خالص بالعكس فيه تناغم فيه قوة من الدقيقة الأولى لآخر دقيقة في المطش إنت اللاعب بتاعك بيقدم أفضل ما عنده بيكتهد بيجري بيباصي صحة فيه لعب جماعي رائع فيه روح الأهلي موجودة في الملعب على مدار المطش كله أو 90 دقيقة أو حتى الأكستر تايم إنت شايف فعلا لاعب متكامل من جميع الجوانب شايف مدير فاني قادر أنه يقدم الأفضل ما عنده فبصراحة لهم كافة الحق أنهم يأخذوا أجازة بعد هذا الموسم موسم كان حلو جدا موسم مضغوط جدا ولسه طبعا هنستكمله مع برضو مطشاط في غاية الأهمية الفترة اللي جاية بالنسبة للبنة احنا نتكلم ونتطمن كمان على شق مهم جدا وهي طبعا التحكيم اعلنت هنا لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكورة القدم عن أسماء بقى طاقب التحكيم من المباراة الأهلي وفيوتشر هيقودها الحكم الدولي محمود البنة وحيعونه أحمد توفيق ويوسف البساطي وحكما رابعا هيكون أحمد حمدي وأحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو وأحمد صلاح حكم فيديو مساعد بالنسبة للبس نعايز أقف شوية طبعا عند كابتن محمود البنة هذا الحكم هو أدار بطشات كتيرة جدا جدا للأهل يا كريم تقريبا 43 مطش أداره للنادي الأهل طب فوزنا منه بكام فوزنا منه ب33 فممكن حد يقول لك ده فال حلو ممكن حد يقول لك ما لها علاقة يعني في الأول في الأخناه لاش علاقة طبعا لكن احنا بنكلم بلغة الأرقام طبعا دي تعتبر نسبة جيدة جدا كابتن محمود البنة عمره 35 سنة أو يعني صغير في السن لكن خبراته كبيرة جدا أدار مطشات كتيرة جدا إفريقيا ومحليا يعني فهو عنده خبرة كبيرة جدا بالتوفيق إن شاء الله تكون مباراة أكثر من رائعة وتكون نتيجة كمان اللي احنا بنتمناها إن شاء الله عشان الأهل يستكمل من خلال هذه المباراة برضو سلسلة نجاحاته المتولية ويا سلام لما تخلص بسلسية تضاف للسلسيات اللي سبقت واللي احنا بنتكلم مع حضرتكم عن تباصيلها في حلقتنا النهاردة برضو عايزين نعرفكم إن نبارح أعلنت رابطة الأندية المحترفة موعيد الجولتين 33 و34 وكمان مؤجلات النادي الأهلي في ختام الموسم الحالي من الدوري بالإضافة إلى موعد قمة الأهلي والزمالك طبعا في الدور الثاني يعني إن شاء الله ختام مباريات الدوري هيكون يوم 16 يوليو الجاري بمبارتي المؤولين العرب ضد النادي الأهلي والزمالك ضد فاركو عقب نهاية الدوري هيخوض النادي الأهلي مؤجلين ضد بيرامد يوم 23 يوليو إن شاء الله لحساب الجولة 28 وينتهي الموسم باللقاء الأهلي والمصري المؤجل من الجولة 30 الكلام ده هتلاعب يوم إن شاء الله 26 يوليو كمان حيلعب النادي الأهلي مع الزمالك في القمة المنتظرة والمؤجلة من الجولة 31 الماتش ده هتلاعب يوم 13 يوليو في الثامنة والنصف مساء على استاد القاهرة وكمان هتقام مباريات الجولة 33 بين السبع فرق المتنافسة على الهبوط في نفس التوقيت هتلاعب يوم 10 يوليو في الثامنة والنصف مساء إن شاء الله كمان خلينا نتكلم من حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة طبعا تحت إشراف عامر حسين حيكون يوم 30 سبعة مباراة الأهلي والداخلية في دور الستاشر لبطولة هناكاس مصر الموسم طبعا الجاري الأهلي كان طبعا اتأهل لدور الستاشر بعد الفوزة محضراتكم عارفين على منتخب السويس كان بهدفين نظيفين ومباراة كانت قوية بالمناسبة كان فيها تنفسية شديدة جدا رغم أن الناس قادت تقول لكم كانت مباراة سهلة وقتها طيب الأهلي طبعا هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة كمان حددت رابطة الأندية المصرية موعد نهائي كاس رابطة الأندية بين المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا حيكون يوم 22 سبعة الجاري ده هيكون نهائي النسخة الثانية من البطولة طبعا الحديثة حيكون برضو في الساعة الثامنة والنصف مساء حيبقى على ملعب ستايت بورج العرب بمدينة الأسكندرية مش مهم جدا برضو كان برضو المصري البورسعيدي تأهل المباراة النهائية بعد الفوز على فيوتشر في نصف النهائي كانت نتيجة وقتها 3-1 برقلات الترجيح برضو كان مطش قوي جدا وتأهل سيراميكا على حساب الاتحاد السكندري بعد مفايز 4-3 برضو برقلات الترجيح وده يدل برضو على التنافسية الشديدة بين الفرقة المختلفة كريم هذا الموسم فيوتشر كان حقق كمان اللقب الأول من البطولة في الموسم اللي فات بعد مفايز على غزل المحلة في النهائي بنتيجة وقتها 5-1 بالتوفيق إن شاء الله لكل الفرقة عايزين نشوف تنافسية كبيرة جدا كلما الفرقة المختلفة كمان تتطور يا كريم بفي تنافسية ما بينها كلما بتتكلم عن مستوى الكورة المصرية في الأقوم بيكون أفضل وفيه متعة إحنا في الأول في الأخر عايزين متعة مش عايزين أندية بذاتها هي اللي بس تبقى متواجدة كل موسم وهي بس اللي تكون بتحقق الفوز كل موسم حتى ونتكلم عن النادي الأهلي وإحنا أكيد دايما عايزين هو يكون صاحب الألقاب المختلفة لكن عايزين يبقى فيه تنافسية يبقى فيه لعبة يبقى فيه صعوبة في المطشاط وفي الآخر يكون فيه فوز أكيد لنا على حساب أي منافس غيرنا بس كلما فيه تطوير كل مكان أفضل أكيد الكورة المصرية ده شيء بديه يعني عشان كده فيه كثير من الناس بتلاقي إن المتعة في متابعة الدوري ومباريات الدوري كانت بتحقق زمان شوية أكتر من دلوقتي ليه عشان النقطة التي بتتكلمي فيها دي إن زمان كانت تقريبا كل الفرق اللي بتلعب أو اللي بتتنافس في الدوري متقربة إلى حد جدا إلى حد كبير وكل فريق حتى الأسماء الأقل وهجان لازم تلاقي فيها على الآل لعب أو اثنين معروفين لدى عموم جماهير الكورة المصرية لا كان الوضع كان مختلف دلوقتي يعني حتى عدت علينا بعدها بسنين كانت الأمور نقدر نقول إن الدوري كان ثنائي أقضب بين كالعادة النادي الأهلي والزمالي كثير جدا من الأهلوية برضو لو دخلتوا جواهم كده هتلاقوا إن هو برضو مش راضين قوي كان الود والدوم لو كانت المنافسة أكبر بكتير ما هو لما تكون المنافسة أكبر بكتير متعة المشاهدة بتتحقق مليون في المية فبنتمنى إن ده يحصل إن شاء الله في المواسم المقبلة بالمناسبة كمان عايزين نعرفكم على خبر مفرح استجد المتخب الأوليمبي تأهل بالأمس لنصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة بعد ما فاز على نظيره الجابوني بهدفين دون رد بالنتيجة دي بيكون تأهل المتخب الأوليمبي في صدارة المجموعة التانية برصيد سبع نقاط وراء على طول منتخب مالي برصيد ست نقاط بينما يودع منتخب النيجر هذه البطولة والذي يملك أربع نقاط فقط طبعا بتبكر حضراتكم إن أول ثلاث مراكز في هذه البطولة بيتأهل أصحابها لأوليمبياد باريس عشرين أربعة وعشرين بص المباراة مبارح أنا تبعت جزء منها كبير يعني تحديدا الشوت الأول وجزء من الشوت الثاني الشوت الأول كان كارثي كان كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى وكان حتى المعلقين المختلفين قالك يا كريم شوت للنسيان شوت أول للنسيان لأنه هو كان فعلا سيء جدا بس اللي يعجبك بقى إن أنت أدائك كان كده في الشوت الأول لزلت الشوت الثاني عملت أدائه مختلف تماما فده إن دل على شيء يدل على قوة يدل على تركيز على حاجات كتير اللي يعجبني أكتر بقى لو شفت الأداء الحلوة ده في الشوتين ما هي دي بقى النقطة لان كنت عايز أتكلم فيها لأن ليه نتعب ليه الجمهير تتعب في الشوت الأول ليه أنت تحط نفسك في ضغط للشوت الثاني بصراحة لأ يعني برضو فكرة إن أنا ألعب شوت وحش قوي وبعد كده ألعب شوت كويس جدا يعني وبرضو يتخذ في الاعتبار برضو أنت بتلعب مين عارف لو أنت شفت شوت مش على مزاجك أو بس أنت بتلعب فيه أو من خلاله منتخب قوي طبعا كل الاحترام للفرق المتنافسة بس بكلمة مش أقوة حاجة مالي إحنا فوزنا فيها يعني بس برضو كانت مباراة صعبة كانت مباراة صعبة جدا يعني على كل حال سعداء بالنتيجة خلينا نتكلم في العموم إحنا سعداء بالنتيجة ما تم تحقيقه على الأرض من أرقام لكن أداء ولعب أن نتمنى الأفضل للمنتخب الأولمبي اللي هنما يستحقوا وإحنا كجماهير مصرية نستحق أفضل من ذلك وحنرجع تاني لأصل يمكن مش هقول مشكلة بس أصل القصة أو الموضوع أنت عندك منتخب أولمبي مفروض يكون اللعيبة بتاعته كلها من الفرق أو الفريق الأول للأندية المختلفة بس المعظم منهم ما بيلعبش يا كريم هو متواجد لكن ما بيلعبش نتمنى يكون فيه لعب فيه مشاركات أكتر ليهم لأن المنتخب الأولمبي ده لازم يكون عنده من الخبرات الكتيرة جدا للتأهله بسهولة بعد كده أنه هو يبقى فيه الأولمبيات المختلفة نتمنى ذلك ربما حينعكس بشكل إيجابي أكيد على المنتخب وعلى النتائج طيب ده كان يعني بلغة الأرقام حالة التأكس لكن خلينا نعرف نزيد من التفاصيل من دكتور منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العمل للعصاد الجوية دكتور منار كالعادة طبعا بونجور سعادة أن حضرتك معنا كل عام وحضرتك بخير طبعا يا رب يكون أو كان بقى عيد سعيد الجو في العيد كان على فكرة مش أوحش حاجة خالص حتى لو كنا منتكلم عن الفصل السيف ابتدى بس الجو كان إلى حد ما برضو حلو تحديدا كمان في الليل خلينا نعرف إن حدثك ونتطمن على الأيام اللي جاية فضالي صباح الخير طبعا على حضرتك رب أنا هوانز وقصد كريم وكل السيدة المشاهدين وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير دايما بالفعل يمكن احنا خلال أيام الماضية فترة الأجازة كان درجات الحرارة حول المعدلات الصبعية لها في مثل هذا الوقت من العام روحة ما بين 33 ل 34 درجة مقوية عظمة بالنسبة للقاهرة الكبرى ثلاثة النهار لكن وجود نسب رطوبة في الجو لبدء الترتفع تدريجي هي دي بتخلينا نحس بقيم درجات الحرارة المرتفعة منحس أن درجة الحرارة المحسوسة أعلى من القيم دي بحوالي من درجتين لثلاث درجات وده طبيعة فصل الصيف تبدأ تدريجي نسب رطوبة ترتفع الظروة فصل الصيف بيكون شهر 7 وشهر 8 متوقع اليوم استمرار الأحوال الجوية استمرار درجات الحرارة الأولى لمعدلات عظمة على القاهرة الكبرى هتكون 34 درجة مقوية غدا وبعد غدا من الاثنين والثلاث هنلاحظ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يعني هتوصل ل35 درجة مقوية بالنسبة لي القاهرة الكبرى طبعا المحسوس هتبقى أعلى من كده لكن بصفة عامة تقصي فترة النهار هو تقصي حر رطب على القاهرة الكبرى والبسط البحري وسواحلنا الشمالية المحافظات بصل على البحر المتوسط تقصي شديد الحرارة في المحافظات الجنوبية شمال وجنوب السعيد وجنوب سيناء فترات النهار كمان فترات النهار هنلاحظ دياب الفترات بتوع أشعة الشمس بالشكل الجديد لكن ما عد كنا فترة الجديد وضياب أشعة الشمس طبعا بيحسن انتقاط في درجات الحرارة بنحس دي أكتر ساعات الليل المتأخذ فترة الصباح الباكر الأجواء معتادلة في أغلب محافظات الجنهارية لأن كمان في نشاط نسب الرياح بنحس دي فترات المساء وساعات الليل بيساعد بشكل كبير على تلصيص الأجواء وعدم أحدث النسب الرطوبة الموجودة في الجو ده متوقع ان شاء الله يتمل معنا على مدار هذا السبوع كمان في تكون بشبورة مائية فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب السرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لكن هي شبورة مائية خفيفة سرعا متسلاشة مع سطوع أشعة الشمس يعني تقريبا الساعة 7-8 صباحا شبورة المائية بتسأف الثلاشي والرؤية بتتحسن على أغلب السرق هو مهم جدا بس نخص بنا من فترة الزائرة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس تعرضنا لأشعة الشمس بشكل مباشر بيزود احتصنه أكتر بالتفاع بضربات القرارة فبقدر الإمكان من الساعة 12 للساعة 3-4 العصر لو أنا مسترى بأبا وجود الشارع لازم تكون معي غصاء للرؤية الشمسية أو كاب أي شيء احميني من أشعة الشمس المباشرة طبعا نتناول قدر كبير من المرتبات والسوائل إذا السلموية تبقى موجودة فيها على مدار الزوم قدر الإمكان بقى موجودين في أماكن جيدة التهوية ده يساعدني على عدم إحساس نصة برطوبة لكن الأحوال الجوية الحمد لله مستقرة على مدار هذا الأسبوع فقط هنحس بي الارتفاع التفعيش في ضربات القرارة فترة الزهية كالعادة يعني بس فعلا زي ما انت قلت يمكن الوقت ده تحديدا فيه اعتدال شوية ولاحظنا ده فترة العيد تحديدا مشكورة جدا على هذه التخطيئة كالعادة المتميزة دكتور منار وبس عايزة أوضح حاجة لأن في ناس عندها معلومة شوية مغلوطة فكرة السوائل اللي دايما الناس تقولك عليها فبيشربوا مش أحدد طبعا اسم الشاركة يعني اسمها المشروبات الغازية بشكل مش طبيعي انا اعرف ناس على المستوى الشخصي كده ما بيشربوش مية تحديدا وبيشربوا الحاجات دي فده غلط جدا ده ما يعتبر ان انت بتزيد المشكلة مشكلة يعني المقصود هنا يا عصير فراش يا مية دي معلومة مهمة عايزة اقولك انا بضحك وانت بتقولي كلمتين دي انا كده برضو صحيح انا كده جدا للأسف والفترة الأخيرة بقيت بسمع كلام كتير مخيف عن المياه الغازية وانعكساتها الحقيقة بس دي حقيقة كميمة يعني بدو اعادة تعيسها الناس اللي من بتعطيش تشربها بدل ما تشرب المية انا بقولي كلام ذا لنفسي نروح فاصل يلا ونرجع نالك عودة لعرش الصبح بالأهل يا ألم كل حضراتكم مرة تانية خلونا نتعرف عن آخر الأخبار والمستجداد في النادي الأهلي وفروع وفرق مختلفة من خلال زميرتنا العزيزة نورهان طمان نورهان موجودة حاليا في مقار النادي الأهلي بالجزيرة نورهان صباح الفل عليك وحمد الله على السلامة وكل سنة وانت طيبة وتفضلي احنا سمعينك يا صباح الفل يا كريم صباح الفل يا نهواند وصباح الفل على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان كل سنة طبعا وانتوا طيبين بمناسبة الأعياد وعيد الأطحى وان شاء الله بإذن الله السنة الجاية يا كريم ان شاء الله كده نكون كلنا رجعين من عرفات بإذن الله وسنة سعيدة إن شاء الله على كل جمهور النادي الأهلي إحنا هنا طبعا من مقر النادي بالجزيرة زي ما عودناكم نطلقكم على أبرز وأهم الأخبار اللي تخص النادي الأهلي ولكن خيرين نقول لكم أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم زي ما عودنا كمان العاملين هنا من داخل مقر النادي بالجزيرة أن هم يستقبلوا أعضاء النادي الأهلي بكل ترحاب وحب وأيضا العمل يعني مستمر على قدم نوساق لاستقبال الأعضاء الساعات الأولى من صباح اليوم طبعا الجو إلى حد كبير طبعا جميل هنا في النادي والأعضاء المتعودين هم يكونوا متوجدين في الساعات الأولى من صباح اليوم بعيدا عن طبعا الأعياد وبعيدا عن أي حاجة هم متوجدين وبيجوا ويكونوا حارسين طول الوقت أن هم ييجوا النادي هنا في الساعات الأولى من صباح اليوم نروح بقى للفريق الأول لكرة القدم والنهاردة المباراة الهمة أمام فيوتشر إن شاء الله والمنتظرة في الثامنة والنصف مساء على أستاذ السلام في الجولة 24 من بطولة الدوري العام نادي الأهلي يعني طبعا مستمر وبيسعى لحصد اللقب طبعا الغائب ولكن خلينا أقول لكم أنه يمكن في التدريبات الأخيرة مستر كولر كان بيحذر اللاعبين من أي تهاون في المباريات القادمة يمكن طبعا إحنا شايفين نجاحات كبيرة بيقدمها مستر طبعا مارسيل كولر مع الفريق بعد طبعا تحقيق دوري أبطال أفريقيا الغالي أو طبعا اللقب الغالي على حساب الودات زي ما شفنا كمان خلينا أقول لكم أنه يمكن بطولة الدوري يمكن متبق فيها 8 مباريات بشكل عام على انتهاء البطولة و3 مباريات فقط لتتويج النادي الأهلي كمان خلينا أقول لكم أن مستر كولر تحدث في النقطة دي تحديدا مع اللاعبين وقال لهم أن كل المباريات المهمة وأنه هو كمان حريص على أنه ينهي هذا الموسم إن شاء الله في بطولة الدوري بعد منحق اللقب بإذن الله أنه يكون موسم بلا هزيمة النادي الأهلي متصدر جدول المسابقة بـ 68 نقطة بعدما خاض 26 مباراة فاز في 21 مباراة وتعدل في 5 ولم يتلقى أي هزيمة طبعا كمان عايزين نقول لكم أو زي ما أنتم عارفين النادي الأهلي بيشهد الموسم الحالي أقوى خط هجوم بـ 51 هدف سجله النادي الأهلي واستقبلت شباكه سبع أهداف أيضا أقوى خط دفاع كمان خلينا أقول لكم أن مستر كولر يعني أطمئن أو يمكن كان بيستفسر على حالة السنائي عمر السلية ومحمود وتولي في الساعات الأخيرة وقبل مباراة اليوم يمكن كمان هم طبعا متوقع إن شاء الله أن جهاز الطبي أخبر مستر كولر أن هم في منتصف الشهر الجاري إن شاء الله هيكونوا جاهزين بدنيا كمان خلينا نقول لكم أنه يمكن طبعا فيه كمان أمر مهم جدا مستر كولر تحدث فيه مع اللاعبين يمكن موضوع السلسيات شفنا في المباريات الماضية ويمكن مستر كولر نجح أنه هو يسجل باسمه العديد من الأرقام القياسية وأبرزها طبعا السلسيات اللي حققها مستر كولر مع النادي الأهلي منذ طبعا تولي قيادة الفريق واللي يمكن كمان خلينا نقول لكم أنه يمكن حوالي تسع مباجهات في الدوري العام حقق فيها مستر كولر السلسية نظيفة أمام منافسي أبرزها كانت أمام الزمالك وأمام بيرامدز يمكن سموحها فقط اللي قدر يسجل هدف وحيد في شباك نادي الأهلي في مباراة انتهت أيضا بفوز نادي الأهلي بتلات أهداف مقابل هدف وحيد وفي دوري أبطال أفريقيا مستر كولر والنادي الأهلي نجح أنه يحقق أربع سلسيات كانت أخرها طبعا أمام الترجي التونسي بتلات أهداف نظيفة زي ما قلنا لحضرتكم أما بقى يمكن طبعا حابين يعني نبارك أيضا هنا من النادي الأهلي المنتخب مصر طبعا بعد فوزه أمس على الجابون بهدفين دون رد وبلوغه نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية طبعا منتخب الأولمبي اللي مشرفنا وهيواجه غينيا إن شاء الله يوم السلساء المقبل ويكفي إن شاء الله الفوز في المباراة القادمة لمنتخب مصر إنه هو يصل أولمبياد باريس طبعا القادمة وكمان بنبارك لنجمنا نجم النادي الأهلي حمزة علاء حارس مارما الفريق إنه هو قدر يحقق الكلين شيت في التلات مواجهات الماضية طبعا منتخب مصر يعني يمكن في صدارة مجموعة أو بعد فوزه أمس أصبح في صدارة المجموعة بسبع نقاط كل توفيق وكل يعني الأمميات الطيبة لمنتخب مصر إن شاء الله في المباراة القادمة وعلى ذكر بقى المنتخبات النهاردة أيضا ناشئي وناشئات تنس الطولة طبعا في ضربة البداية في بطولة أفريقيا اللي بتستضيفها المغرب أيضا ويبدأ مشواره إن شاء الله النهاردة فيه البطولة اللي بتستمر حتى 8 يوليو الجاري كمان خلينا أقول لكم إنه في كأس العالم للسلة شباب تحت 19 سنة النهاردة منتخب مصر هيواجه مدغشكر وأيضا طبعا بيضم لعبي من النادي الأهلي كل توفيق المتخب مصر ولعبي النادي الأهلي أيضا طبعا فيه مباراة اليوم اللي هيكون لتحديد المركز التلات واشر يمكن منتخب مصر كان فاز أمسا على فاز من براء المواضيع على لبنان بنتيجة 78 لمن قبل 77 دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة شكرا لكم جدا وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو نحن لبنشكرك على هذه التغطية المتميزة شكرا جزيلا زمانتنا العزيزة نورهان طوان ومرة تانية كل سنة من طيب شكرا لك يا نورهان وخلينا من أخبار النادي الأهلي نروح لسكايب والصحافة مع الأستاذ أيمن جلبرتو ناقد راديو زماننا العزيز وقراءة كده سريعة في أبرز عنوين طبعا الصحف يا أيمن موجور صباح الهانا كل سنة وانت بخير يا رب بصباح الخير عليكم صباح الخير يا نهوان صباح الخير الكريم وسنوان طيبين وعيد سعيد كده عليكم على كل جماعية الآن كل الشعب المصر سفرت ولا عادت في القاهرة يا أيمن لا لا عادت في القاهرة حالنا يعني دي جميلة رائعة قالنا نسافر بقى لما نسترجع إن شاء الله نبدأ بقى معك سريعا يا أيمن وحنروح لكورة أول حاجة والعنوان كل آتي رسميا جيزيز مدربا طبعا له الهلال السوداني ومش هنقول الهلال السوداني ازاي الهلال السعودي معلش أنا عايد سألك العيد كان سعيد فعلا بس طبعا جيزيز مش المرة الأولى اللي بيضرب فيها الهلال السعودي ويمكن كان ندربهم ست شهور تحديدا موسم 2018 و2019 يعني كان ليه تجربة وكان ليه برضو تجربة نكهة مع الهلال السعودي هل إحنا بنتكلم هنا أن عودته مرة تانية ربما تعمل أو تجعل الهلال السعودي أفضل من الموسم اللي فات لأنه هو للصراحة أقدم الفترة اللي فاتت برضو إخفاقات إلى حد ما خصوصا طبعا الصبقة الأخيرة اللي كانت خصة بميسي ناس كتيرة جدا قالت لك كده خصارة كبيرة بالنسبة للهلال السعودي خليني نفهم منك أكثر تفضل لا أكيد طبعا جيسوس هو مدرب كبير جدا ومدرب من المدربين يعني اللي ليهم تاريخ ويعني هو طبعا أبرز يعني كان مع فلمينجو وبينفيكا يمكن دي أبرز المحطات اللي الناس ممكن يعني تفتكرها جيسوس بشكل عام الهلال يمكن السنة اللي فاتت يعني بنتكلم بعد مشاركته في كاس العالم للأندية اللي هي كانت في المغرب أو المركز الثاني ده كان إنجاز طبعا كبير جدا بعدها يمكن النتائج ما كانتش أفضل حال يعني في الدوري هم ما كسبوش الدوري السعودي طبعا دي من يعني اللي كان مسيطر في الفترة الأخير وفي النهائي وبالتالي هم مش هيدواجدوا في كاس العالم للأندية للسعودية هتمظموا فبالتأكيد عودة جيسوس مهمة لهم في الفترة دي كمدرد اسم كبير في ظل خطة السعودية اللي هي عايزة يعني يبقى الدوري بتاعها من أفضل الدوريات في العالم وتعمل حملات ترويج كبيرة وبنشوف الصفقات الكل شوية بيتم الإعلان عنها في الدوري السعودي بشكل عام طبعا زي ما انت قلتي خسارة توقيع مع ميسي يعني أكيد خسارة كبيرة ترويجيا حتى وكمان كضربة بالنسبة لفريق الهلال انه كان بيرد على غريمه الناصر اللي معاه كريستيانو رونالدو ولكن ميسي اختار ان هو يتواجد فيه الولايات المتحدة فلا يعني احنا جيسوس مدرب اعتقد خطوة جيدة للهلال السعودي لو هو عمل مشروع ان جيسوس يكمل معه سنوات قادمة خصوصا الهلال هي العركز العام الأندال موسع عشرين خمسة وعشرين مع النادي الأهلي فبتأكيد وجود هذا المدرب حاجة مهمة يمكن المدرب ده هو الناس كلها بتفكر اللقطة الشهيرة بتاعك جيسوس قاعد على الارض في احد المواسل مع بن فيك لما كان سائل حظ جدا خسر ثلاث بطولات الدوري والكاس والدوري الأوروبي اتذكر يعني في كل مباراة في الدوري في اخر مباراة في الكاس في النهائي في الدوري الأوروبي في النهائي لكن يظل انه واحد من المدربين المميزين ومع فلامينجو توج معهم بالعديد من الألقاب فلا لا يعني الامانة اختيار موفق للعلال السعودي صحيح هو كده كده حسب المعلومات ان هو ماضى معهم سنة اعتقد ممكن تكون سنة كتجربة او حتى هو بالنسبة له لو حابب ان هو يجدد بعد كده حيبان طبعا الفترات القادمة يعني تمام خلينا نروح معاك يا كريم اكيد اهلا اخذ الخطة ان هو في السعودية بيبقى سنة بسنة احسن لان هم كتير بيغيروا مدربين في فترة اللي اخيرا بمعندهم قضايا كتير في الفيفا تتعلق بالمستحقات وكده فاعتقد هم بيفكروا دايما سنة بسنة اشان الله حصلت تغييرات رائع جدا جميل ادي منشات تعرفنا منك يا ايمن تفاصيل والمنشات التاني بقى كان في موقع في الجول والمنشات بيقول ضعف الراتب منشستر يونايتد يتقدم خطوة في سباق ضم مرابط طبعا الكلام على فكرة ان منشستر يونايتد يسعى جاهدا لضم اللاعب طبعا سوفيان مرابط نجمي فيرونتينا الايطالي وكان فيه كلام طلع الفترة الاخيرة والعهدة على قناة رايس فورت الايطالية بتقول ان فيرونتينا الايطالي كان طالب 30 مليون يورو كحد ادنى للتخلي عن هذا اللاعب فعايزين نعرف منك امكانية ان الصفقة دي تم يعني نسبتها قد ايه ماذا اهمية هذه الصفقة اصلا لمنشستر يونايتد واصل الفين لا يمكن 30 مليون يورو في المقب يعني في الوقت اللي احنا فيه دعم ان الكلام دي بيبقيتش فلوس طبعا هو عقده حسب التقارير ان هو عقده يخلص السنة اللي جاي الموسم اللي جاي فاكيد فيرونتينا برضو هي بحابب ان هو يعني يستفيد قدر الامكان من بيع مرابط مرابط واحد من اللعيبة اللي تعلقوا في كاس العالم الاخيرة مع منتخب المغرب وحقى المركز الرابع الناس كتير يعني كان محطة انظار عندها عديدة ابرزهم برشلونة كان حاول يجيبوا في يناير لكن برضو فيرونتينا صبر شوية على اساسي حاول يجيب فيه مبلغ اكبر مانشستر نايتد لا يا صفقة طبعة مهمة جدا لمانشستر نايتد بنتكلم في لعيب سوفيهم رابط مش كبير سناً قوي وكمان لعيب مهم جداً في وسط الملعب في مشروع مانشستر نايتد يستعيد تاني امجاده والقابه وتواجده في دوري عبطال اوروبا السنة اللي فاتت كان بيحاول في الدوري الى حد ما كان شكله افضل من مواسم السابقة هيلعب شامبينيوز ديج السنة الجاية اخدوا بطولة الموسم الماضي فلا يا صفقة مهمة جداً لوسط ملعب مانشستر نايتد ويمكن 30 مليون يورو ولو مانشستر نايتد تحط فلوس زيادة على 30 مليون يورو ده مش مبلغ كبير لكن الاغراء زي ما انت قدت كده في الاراتب انه اغراء سوفيهم رابط انه اكيد في فيورنتينا ما بياخدش يعني لو كامل ممكن مليون يورو في السنة ده ممكن يبعى حاجة كبيرة بحاجة فيورنتينا حالياً لكن لو راح انجلترا الامور هتختلف والرواتف في مانشستر نايتد تبقى كبيرة جداً وما اعتقدش ان برشلونة ممكن في الوقت الحالي يخش تاني في الصفقة دي ويعلي على نايتد زي مانشستر نايتد الا بقى لو عنده عرض سعودي هنا الامور بتختلف العرض السعودي ده ايه متوغل مع كل حيبسوا بقى من في الجول خلينا نختم معه امانة السعودية شغل حلو في الموضوع ده وحطين يعني بودجت كبير جداً انهم مش بس بيتكلمون انهم يجيبوا اللعيبة الكبيرة لأهم عايزين الدورة ده يبقى منها لانه ناحية الروجية ليهم فلا ايه حاجة كويسة طبعاً هنختم معاك في الجول والمنشت بيتكلم عن ميلان يعلن عودة دس طبعاً سرجينو دس لبارسلونا هو كان معار طبعاً من بارسلونا هو لعب مقادرة طبعاً موليد الفين كان فيه كلام الفترة اللي فاتت يا ايمن انه هو حينتقل للدوري الالماني ولكن فيه اعلان هنا او تم الحديث بشكل رسمي على عودته من الاعارة من ميلان مرة تانية لبارسلونا بشكل يعني رسمي فبتشوف ده برضو ازاي وبارسلونا الفترة القادمة برضو ممكن ازاي ان هي تكون بتقدم ككورة لان برضو مروا بفترات فيها تزبدوا بشكل كبير جداً وواضح لا ميلان النوسم طبعاً الماضي وجودهم يعني وجودهم في سيمي فاينال تشامبينز ليج هو ده اللي كان الابرز لكن هما النوسم الماضي اعتقد ما كانوش بنفس المستوى اللي كانوا عليه السنة اللي قبلها ولما خدوا الدوري يعني انا شايف يعني اعلان طبيعي واضح ان هو دست أصلاً ما كانش يعني مش ملعبش مبارات كتير قوي معميلاً في الموسم لعيب سنو صغير يرجع لبارسلونا وارد جداً بارسلونا ترجع تعيله تاني او تحتفظ به حسب يعني احتياجات كور شخصاً بارسلونا لسه بيعاني من فكرة التصبيت اموره المالية عشان خطر موضوع الصفقات واحتياجاته في الفترة اللي جاية شفنا يعني تم الاعلان عن فسخ التعاقد مع سامويل امتيتي بالطراضي فوارد ان دست يكون موجود معهم الفترة اللي جاية هو يعني خلي بقى الناس كلها هناك اجازات بشكل كبير فممكن الايام اللي جاية نشوف يعني مستقبل دست ممكن يعمل ازاي والصفقات عموما يعني لسه ملامحها باستثناء اللي بيحصل في الدوري السعودي وباستثناء صفقة بيلنج هام لريال مدريد تقريبا لسه مشوف الصفقات اللي بتعمل بوم دي في المركات لان لسه برضو الامور هادية شوية يعني يمكن السابيع اللي جاية ممكن بقى لما لان داية ترجع تاني للتدريبات وفترات الاعداد نسمع عن صفقات كبيرة طيب أنا بقى أختم معاك أنا وكريم بسؤالنا عن طبعا مباراة الاهلي وفيوتشر توقعاتك ايه ايما ويصير للمباراة وهل بتتوقع ان هي مباراة ممكن تكون كفتا أرجح إلى حد مال النادي الاهلي ولا المباراة لا تقاس بهذا الشر طبعا نتمنى النادي الاهلي حق النتيجة إيجابية والتحييل الفوز لأنها تبقى خطوة جديدة لاستعادة لقب الدوري النادي الاهلي محتاج تسع نقاط من المباراة المتبقية نحن في أشد الحاجة نحن نحس مدوري مبكرا عشان ضغط المباراة كبير جدا بعد الجدول اللي تم أعلانه المباراة طبعا صعبة رغم أن تقريبا فقد الأمل في فكرة أنه ينافس على مقعد مؤهل لدوري أبطال أفريقيا بعد النتائج حاليا للأهلي وبرامد هما هيمثلوا مصر لدوري أبطال أفريقيا يمكن الفترة اللي جاء يلعب من أجل أنه يحاول يضمن المركز الثالث كان يحسن ترتيبه عن الموسم الماضي لأن نادي زمال قريب منه كمركز رابع لكن تبقى مباراة قوية نتكلم في نهاية الأهلي المتصدر الترتيب وخلاص قريب من ساعدة الدوري وفيوتشر بنتائجه الميزة أكيد ستبقى مباراة صعبة لا يوجد مباراة ساعدة لكن إن شاء الله نادي الأهلي يقر نحق الفوز اللي قرب خطوة جديدة لاستعادة اللقاء رائح جدا منشكورك أنا وكريم أكيد على هذه الكراءة زمالنا العزيز جدا أيمن جلبرتو شكرا لك طيب الخبر اللي جاي بقى يا حضرات يعني نقدر نقول كده أنه نصه يفرح والنص التاني مش قوي النص اللي 70 طبعا تفوق منتخب لبنان في الربع الأول والتاني والتالت قبل أن ينتفض منتخب مصر في الربع الرابع والأخير تقلق في هذه المباراة إبراهيم زهران لاعب مصر اللي سجل 14 نقطة كأفضل مسجل في فريقه مع متابعتين وتمرير حاسمة واحدة فيما حصل ياسين ياسر عبدالوهاب على جائزة الأفضل في هذه المباراة هتواجه مصر الفائز من لقاء النايجر والمجر عفوا ومدغشقر وده النص اللي مش هيبع على هوانة قوي لتحديد صاحب المرتبة 13 في هذه البطولة فيما يلعب منتخب لبنان مع الخاسر من مباراة مدغشقر والمجر لتحديد صاحب المركز الأخير كلام جميل كده الفقرة الأولى انتهت زي الفل حلوة قوي كده هنمح فاصل سريع جدا ونرجع الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن رياضة الهوكي وكيفية كمان صناعة البطل بعد الفاصل خليكم معنا يا أهلا مكل حضراتكم مرة تانية هنتكلم في الفقرة دي عن رياضة الهوكي وعن اهمية صناعة البطل فيها وكمان هنتكلم عن استعداداتنا ان شاء الله لكل المنافسات القادمة الكلام هيكون مع ضيفنا اللي بنورنا الدكتور محمد أحمد بدر واستاذ التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة دميات وكمان المدير الفني للمشروع القومي لنشر رياضة الهوكي صباح الفل على حضرتك صباح الفل يا دكتور جاينا من دميات ولا هنا جاي من الزأزيق معقل الهوكي شرقية نبدأ من هنا دكتور محمد يعني كلمة عن المشروع القومي أصلا لنشر الهوكي ومين اللي اشتغل عليه والفكرة جات منين وليه أصلا الرياضة دي تحديدا نحبين أنتم تنشروها عشان الصورة تبقى واضحة للناس رياضة الهوكي زي ما حضيك عارفها يعني رياضة مصرية معابد بني حسن فيها أثار بتبين وكمان الهيستري أو الفيديو التاريخي للاتحاد الدولي موجود فيه الرسومات اللي موجودة في معابد بني حسن فبالتالي اللعبة مصرية ومن هنا الوزارة مع الاتحاد المصري الهوكي بدأوا يمشوا فيه موضوع المشروع القومي لنشر رياضة الهوكي على مستوى الجمهورية خلصنا المرحلة الأولى بشكل كويس جدا من خلال الانتقاء والتدريبات وان شاء الله في انتظار التجديد للمرحلة التانية وبداية مرحلة جديدة طب هو مشكون ان الرياضة دي رياضة مصرية فرعونية خالصة مفيش اي بني آدم سبقنا فيها بعد مرور سبع تلاف سنة نبقى محتاجين مشروع قومي لنشر هذه الرياضة اللي هي اصلا مرجعيتها مصرية ومنبحها مصر الكلام حضرتك مظبوط ولكن عدد الاندية وعدد الممارسين على مستوى الجمهورية قليل نتيجة ان الادوات تكلفتها عالية جدا كمان الملاعب بتبقى انجيل صناعي فطبعا عشان حضرتك تعارف ان التكلفة وكمان انجيل الصناعي ده بيتراش ميا فتكلفة الانفاق دي كلها بتبقى عالية جدا وبالتالي احنا محتاجين يعني المشروع كان هدفه ان احنا نروح لمراكز الشباب وده برضو يعني تصور كويس جدا من وزارة الشباب الرياضة ان احنا ننزل لمراكز الشباب لان فيها بنية تحتية مناسبة لنشر الرياضة دي في الفترة الجزء الاول من كلام حضرتك في جانب حزين والله في كلام الجد يعني فكرة فكرة ان التكلفة لرياضة تانية ارجع وقولك مرجعيتها مصرية يعني فقط نبقى احنا الرواد فيها فبالتالي احنا المهيمنين فيها عالميا يبقى احنا ونسقي مية هو المشكلة مش الملعب المشكلة المضرب او العصايا والكورة العصايا والكورة ما بتصنعوش في مصر بتصنعوه في دول شرق اسيا الباكستان والهند فطبعا عشان تيجي حضرتك عارف سعر الدولار دلوقتي وعشان تيجي الادوات دي هنا بيبقى التكلفة عالية جدا فهو ده السبب يعني فالالتحاد مشكورا بالتعاون مع وزارة الشباب الرياضة بدأوا يوفروا الادوات دي بشكل يعني مناسب للمشروع وبالتالي هنا الفرصة هتبقى اكبر ان عدد الممارسين يزيد طب النشر اللعبة برضو في المحافظات والاقبال عليها هل فعلا بالنسبة كبيرة ولا خليها نقول لا بالنسبة متواضعة والله احنا لما نزلنا المحافظات عشان حضرتك تبعارفة بس احنا المشروع بتاعنا عشرين ولد وعشرين بنت في كل محافظة وبالتالي العدد ده عدد بسيط كبداية بعد كده احنا يعني طموحنا ان احنا نوصل للسبعة وعشرين محافظة على مستوى الجمهورية كله فبالتالي الاعداد هنا مش هتبقى هيبقى في المردود النهائي يعني احنا مثلا بدأنا الاول بخمس محافظات النهاردة خمسة في عشرين احنا بنتكلم في عدد يعني مثلا مئتين لاعب او مئة لاعب ولاعبة النهاردة احنا بنتكلم في عدد مش كبير قوي ولكن كبداية كويس طب هو بالمناسبة حدك بتقولينا من شوية انت جاي من الزقزي عشان كنت مع فريق الشرقية تمام ايه سر تقلق فريق الشرقية في الهوكي يعني دايما لما نتكلم عن الهوكي في مصر يتبضل بالزهن على طول فريق الشرقية ايش معنى الشرقية عبارة عن مدينة صغيرة كل الولاد والبنات هناك اللي بيلعبوا هوكي من أسر يعني يعتبر قريب كلهم فده السر يعني السر مش بعيد خالص ان كل اللي بيلعبوا قريب فبالتالي انا بجيب اخويا اخويا بيجيب ابن عمه كده فالموضوع أسري أكتر منه حاجة تانية طب دكتور محمد بمنتهى الصراحة خلينا نتكلم عن استعداداتنا لأرامبياد باريس ولو حابب نبدأ بتوكيو ونبني عليها باريس مفيش مشكلة يعني نقيم موجودنا كان في توكيو با كان نبني على باريس عشان في باريس احنا نتمنى يكون فيه نتائج مختلفة بصراحة تمام احنا نتائجنا في توكيو عشرين عشرين كانت ست مدليات متنوعة ما بين ذهب لبرونز وبالتالي عدد المشاركين اللي كانوا موجودين في الأولمبياد كان مئة وثمانين مئة وثلاثين رياضي منهم اللي وصلوا للسيمي فاينال تلاتة وعشرين رياضي من خلال التحليل البسيط ده نحنا النهاردة ست مدليات تلاتة وعشرين فرد حجم الانفاق على المئة تمانية وتلاتين لو كان راح لعدد أقل من كده توقعي ان كان المدليات ممكن تزيد بشكل أكبر وبالتالي هنا وزارة الشباب شغالة على ده شغالة على ان احنا النهاردة يبقى عندنا قاعدة من الممارسين في جميع بنبدأ نركز على الرياضيين اللي ممكن يحققوا مدليات من الأول للتالت بالتالي هنا أنا وفرت نفقات بشكل كويس جدا ووفرت دعم بشكل كويس جدا كمان دخل الرعاية شركات الرعاية طبعا بدأت تخش في الموضوع بشكل كبير جدا وتبدأ تاخد الرياضي من حيث الإعداد بقى والمعسكرات والكلام اللي هو اللي الرياضي محتاجه عشان يقدر يخش فعلا في الصيغة أو الصبغة الدولية دي حاجة كويسة جدا على فكرة يعني فكرة ان ده ممكن يزلل بقى المشاكل اللي احنا كنا منتكلم فيها من شوية وخصوصا ان المادية منها تمام يعني ده ممكن تحل الأسماء لحد كبير طيب فكرة القاعدة العريدة اللي انتوا بتحاولوا توجدوها في هذه الرياضة هل ده مش المفروض انه يكون بيشمل ان انتوا تروحوا لطلبة المدارس والكليات والجماعات المختلفة وحتى المعاهد المختلفة في محاولة منكم لنشر الرياضة دي ده حقيقي يعني عايزين نقول ان احنا فكرتنا كمان في تجديد المشروع القوامي اللي نشر الهوكي على مستوى الجمهورية ان احنا يكون عندنا مش مش على قد مراكز الشباب بس لا ان احنا نروح للمدرسة كمان يعني المدارس النهاردة هي فعلا هي فعلا مفتاح النجاح زي ما نقول كده المدرسة الطالب متواجد ملتزم انا النهاردة هقدر اوصل له من خلال مدرس التربية رضية اللي موجود في المدرسة فبالتالي النظامية هنا موجودة كل اللي هنحتاجه بس ان احنا نوفر له الملعب بشكل مهيئ والادوات بشكل مناسب وهنلاقي النتيجة اكيد مختلفة خالص طب ايه بقى المشاكل يعني نتجنبها في اولمبيات كمان المختلفة شوية الروتين بس ان احنا الاجراءات هي الاجراءات هي الاجراءات دايما بتاخد وقت طويل جدا عايز اقول لحضرتك ان احنا مثلا عشان يتجدد المشروع بشكل في نسخته التانية يعني خدنا وقت طويل جدا او لسه لسه ما خدناش الموافقة لحد الوقت واحنا من خلال حضراتكم بنوجه رسالة للدكتور ارشف صبحي وزير الشباب الرياضة ان رياضة الهوكي رياضة اولمبية محتاجين بشكل كبير جدا ان احنا نبص عليها ونركز معها زي الرياضات التانية وبالتالي احنا نتائجنا على مستوى افريقيا مثلا خلال الفترة اللي فاتت عندنا منتخب الناشئين مؤهل لكاس العالم في ماليزيا عندنا المنتخب الكبير هيبدأ يشارك في في التصفيات الخاصة باولمبياد باريس عندنا كمان المفاجأة منتخب السيدات في البطولة الافريقية الاخيرة للناشئات حصل على المدينة البرونزية احنا ما كانش عندنا مشاركة على مستوى السيدات كمان فريش شرقية للهوكي في 2019 حصل على المركز الاول والبطولة الافريقية لهوكي السيدات فدي برضو كعلامات او يعني اشارات كده بتدينا امل ان بكرا ان شاء الله الهوكي هيبقى موجود بشكل اقوى جميل طيب المتطلبات يعني مثلا في رياضات كتير واكيد على رقصات كرة القدم في مساحة لوجود ما يسمى بالكشفين وبالذات كرة القدم امرها هاي بالمقارنة بغيرها من الرياضات انا شتعرف احنا عندنا ثقافة لعب الكرة في الشوارع والحواري والكفور والنجوع الى اخره فسهل ان انت تحط عينك على حد مميز وتاخده او تستقطبه طب في حالة وجود كشفين للهوكي طب هيكشفوا على المواهب ازاي لان دي مش من الرياضات اللي بتمرس يعني في الشوارع مثلا هتعرفوا منين ان الشخص ده ممكن يطلع منه بطل مستقبلي في الرياضة هيبقى زي ما قلنا الحالياتك كده موضوع المشروع ونشره ومن خلال الناس متخصصين في مثلا كليات التربية راضية او المدرسين اللي كانوا بيمارسوا الرياضة دي جوه الكلية يقدر ان هو يعمل عملية انتقاء مبدئي وبعدين بعد كده بيعصل عملية التوجيه بقى في ان هو يمارس رياضة الهوكي بشكل احترافي اه يعني شكل احترافي اكتر عايز اقول له حضرتك كمان ان احنا متبنين في المشروع ده نوع من انواع الماتريكس الخاص ب المهارات الفنية والمهارات التيكتيكية او الادات التيكتيكية مش كده وبس لا احنا كمان مركزين على الجزء الفيزيكال اللي هو البدني فانا النهاردة واخد الموضوع بشكل تكاملي يعني انا عايز اعد بطل بشكل تكاملي كمان عايز اقول له حضرتك ان احنا بنتمنى اللونج تيرم ديفلوبمنت اللي هو الاعداد طويل المدى وده اكيد هيدي او هيسيب نوع من انواع او مخزون في البنك بتاع اللاعب يعني احنا هنتعامل مع اللاعب ده على انه بنك انا بثقله من الناحية المعرفية من الناحية المهرية من الناحية الخطاطية من الناحية النفسية حتى كمان موضوع التغذية موضوع التغذية من الموضوعات المهمة جدا اللي احنا كمصريين ما بناخد شمالنا منه لازم نتعامل معاه بشكل يعني فيه استرس شوية بحيث ان احنا يبقى عندنا ثقافة الغذاء عند اللاعب او عند الولد والبنت على مستوى الاسرة وعلى مستوى ممارسة الرياضة فيه هرامين مهمين اوي احنا بنتعامل معاهم من الناحية العلمية يعني اللي هو البرامدس كيد وده بيوصل لحد 16 سنة ليك حالتك تعرف ان الولد والبنت بيقدروا انهم او يكونوا ناشطين لحد 16 سنة من بعد 16 سنة لحد يعني ما شاء الله بيبقى عندنا اخر فترة في عمر البناء ادم هي فترة الخمول ان هو قاعد بقى احنا بقى بنوصل للفترة دي عندنا بدري شوية يعني الريمودات في كل حتة الموبايلات في كل حتة فما عادش عندنا ان احنا نمارس النشاط وده لازم برضو نوع من انواع الثقافة اللي احنا لازم نأكد عليها ونعمل بريس عليها جامد جدا على مستوى الاسر المصرية خائز جدا بس وقت بيجري يا دكتور محمد بس طبعا احنا حابين نروح معاك برضو لأكبر كام من العلومات خلينا نروح برضو لنقطة السن يعني ايه السن المناسب ليه ممارسة رياضة عسوة على المستوى الاحترافي او مستوى الهواة تمام السن السن بالنسبة لنا احنا كرياط الهوكي كبداية ممكن حضرك الولد او البنت تبدأ من خمس ست سنين كبداية الاحترافية بقى هنا بتبدأ ما بعد سن سبعتاشر تمنتاشر سنة ان انا اقدر اعيش 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 فترة البروفيشنال يعني ان انا خلاص بقيت لعيب اقدر احترف في الرياضة دي وليكن حالاتكم تعرفوا ان احنا عندنا مجموعة من اللاعبين المصريين على مستوى المنتخبات الناشئين والدرجة الاولى محترفين في اوروبا في الدور الفرنسي في الدوري الايطالي في الدوري الاسباني في كمان الدوري الامريكي احنا دائما عندنا الخامة الحلوة في كل الرياضات مزبوط حتى قلت القدم النسائية اللي هي مش واخدة باعة كبير في المصر عندنا محترفات في اندية كبيرة جدا في الخارج في اوروبا يعني وتحديدا في بارسلونا كمان طيب انا عندي بس سؤال لان انا عندك رياضتي او فضول هي الهوكي رياضة ما فيهاش مجهود اوي يعني يمكن مجهود ذهني اكتر لو تتطفق معايا احنا بنشوف الصح يعني ناس يبقى اشرح لنا اكتر لا هقول لحضرتك احنا مساحة الملعب عشان حضرتك وبيعرفة 91 متر و40 سنتي كطول وكعرض 55 متر هو موجود في نادي السيد بشكل كبير لا انت حضرتك كده بنتكلم على هوكي انواع مختلفة اه هو ليه انواع مختلفة حضرتك لازم تعرفي كمان ان الهوكي بيتلاعب تحت المية انظر ووتر ده جديدة اه يعني الموضوع وعيف عنده هوكي الجليل لا 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 يا ران فيه بحث ومسابقات دولية مسابقات ويعني فيه بطولة اتعاملت في عمان كاس العالم للهوكي الشاطئي مثلا على سبيل المثال كمان على الرملة اه مال ايه يعني وكمان وحادي العجلة وحادي العجلة ان انا راكب عجلة بدون جدون وبلعب لا دكتير 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 لا عندنا نوع كبير جدا عندنا منه ايه في مصر احنا متفوقين على مستوى افريقيا في الهوكي الاودور والاندور الاندور احنا حصلنا على البطولة الافريقية ومؤهلين لكاس العالم للاندور الارضية بتقوى واحدة في الحالتين الارضية واحدة بس مساحة الملعب اللي بتختلف الاندور بقى الاندور اللي هو داخل الصلاة ده بيبقى طبعا على البركير بتاع الصلاة عادي ما عندناش احنا هوكي جليد طبعا لا ما عندناش طبعا هوكي جليد طبعا حالتك عارف ان الاود دور والاندور والفايف هوكي التكلفة احنا بنتكلم في ان التكلفة عالية النهاردة بقى لما اعمل مكان جليدي شوف حضرتك هيتأسس بكام الموضوع واخد ناحية ترفيهية اكتر يعني مش هيبقى عندنا المرضود بتاعه وبشكل كويس فنتمنى نتمنى زي ما بنقول لحضرتكو كده ان الهوكي ينتشر في جميع بجميع انواعه على مستوى الجمهورية وكمان بنتمنى ان النادي الاهلي يتبنى الموضوع يعني النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا اذا كان فيه فرصة ان هو يتبنى الرياضة دي ويبدأ يتعامل معها او يتعامل مع الاتحاد المصري بشكل كويس جدا اظن ان الرياضة دي هتنتشر على مستوى الجمهورية نتيجة ان الاهلي في افريقيا كلها بإذن الله بشكل قريب في النادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله تبقى دفعة تقد جيدة جدا بإذن الله بإذن الله هترجع الزقزيق با اللي هتوعد شوية هنا ان شاء الله هعط شوية وبعدين ها ان شاء الله هرجعين باي عيده اخر يويل اخر يويل يعيدهم في القهر يا فندم كل سنة كل اهلينا طبعا في الزقزيق والمحافظات اكيد المختلفة نورتنا دكتور محمد بجرد والله بالتوفيق ان شرفنا موجودك نورتنا وموفقين في اللي جاي ان شاء الله بإذن الله خلينا نقول الحمد لله الاهلي مكمل مسيرة انتصارات واقترب كمان من حسم الدور الحمد لله والنهاردة عندنا مطش مهمة جدا امام فيوتشر هنتكلم في كل التفاصيل واكتر بس خلينا نرحب كابتن اسلام عد النجمة الاهلي السابق اللي منوارنا النهاردة وعيد ميلاده كان مبارح او نقول النهاردة صباح الهنم كل سلام انتا طيب يا كابتن صباح خيرين اوان زيك طيب عمال مليون سنة بمناسبة عيب بلادك الواحد وعشرين ما شاء الله الوقت يجري الوقت يطير حلو جدا الواحد وعشرين دي اخبارك ايه كل تمام صباح كتير جدا من مبارح لنهاردة منوار الدنيا كلها طبعا عندنا كلام كتير عايزين نتكلم معاك فيه سواء متعلق بمطش النهاردة ان شاء الله ورؤيتك لهذا اللقاء او عن مشوار النادي الاهلي عموما حتى هذه اللحظة بس تعالى نوقف في الاول عند حاجة تستحق التوقف امامها وتأملها ويكونوا منتكلم انها ود بتحديد ان كنت تتكلم عنها في حلقة النهاردة ثلثيات النادي الاهلي المتكررة مع كولر لازم نقف عندها شوية اكيد وراها حاجة يعني وراها سياسة مختلفة بيقدمها كولر مع النادي الاهلي واحنا كنا منتكلم الاول على تقييمنا الكولر كنت تقول لكم السنة بعد بطولة افراكيا علشان نقدر نحكم لان في النهاية لما كناش كسبنا بطولة افراكيا مكناش نتكلم من نفس الشكل اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي كان هبقى فيه شكوك كبيرة جدا لكن الرجل بإدارته مباراة الوداد هنا وهناك إدارة جيدة جدا والحمد لله اللي ظروف خدمتنا بشكل كبير جدا واللعبة كانوا رجالة وعلى قد المسئولية بشكل كبير جدا ومكاسب بقى كتير جدا في البطولة مكاسب المباراة والمكاسب المعنوية وشوفنا لقطة الشناوي مع مصطفى شبير مكررة جدا في النادي الاهلي النادي الاهلي مش بس بيكسب بطولات ده بيعلم دروس وشوفناها قبل كده مع مات عبد حسام غالي بتتكرر واللي بعديها الجيل اللي بعد كده برضو هتتكرر تاني وتالت كابتن محمود الخطيب الرمز الأشهر والأهم في تاريخ النادي الاهلي موجود لكن حسام غالي عضو مجلس الإدارة كان موجود رئيس بعتها فبقى موجود على الستيج مع طبعا رؤساء الاتحادات الأفريقية والمطرية والناس الموجودين فمكاسب كتير جدا كولر بقى في الناحية الفنية كنت مستني بطولة أفريقيا نكسبها وما نكسبها الحمد لله نحنا كسبناها لأن التقييم هنا اختلف بشكل كبير جدا هو الراجل كمان حس بقيمة النادي الاهلي كل ما يعاد دلوقت كل ما يتحط في مشاوير صعبة والبطولات صعبة هو بيدرق قيمة النادي الاهلي وشعبية النادي الاهلي واسم النادي الاهلي في الوطن العربي في أفريقيا وفي العالم كمان عمل ازاي الراجل الأمور الفنية بقى بتساعد مع النتائج يعرف لما تبقى عمل نتائج كويسة انت بتقدر بقى تجرب كل حاجة وكل حاجة مقبولة منك فحتى لو انت مثلا بتلعب في الكاس مع فريق مثلا في الممتاز به والنتيجة اتأخرت شوية او كسبت بصعوبة شوية مقبول منك والناس بصلك اللي هو انت ليك روسية كبيرة عندنا فانت بس يخد بالك اللعب مع الدرجة التانية غير الممتاز اللعب في أفريقيا سانداونز مش لما تلاقي غير سنبا كل هو بلعب طريقة واحدة فارج شخصية النادي الاهلة دائما طول الوقت وده كويس تكن فيه اوقات لازم تكون واقعي اكيد هتلعب فرق يعني يعني سانداونز مسلا فرقة فوقت من الوقت مش هينفع طول الوقت تبقى بتلعب بشكل مفتوح اكيد هو انت بتلعبه منك مسلا هتبقى محتاج تأفل خطوطك شوية فالراجل الثلاثيات اللي بيعملها مع النادي الاهل مش وليدة الصدفة وليدة الحظ انما قابلها حاجات كتير جدا قبلها تنظيم قبلها ترتيب قبلها اشتغل انديفيدول على بعض اللعيبة المستوى اللعيبة تطور بشكل مرعب جدا انا ما شفتوش مع مسيماني كده يعني مسيماني القب الروح ليه هو اللي جابه ما شفتوش معنا كده الفجر مع كولر فالراجل مسيطر على الفريق فنيا بشكل كويس جدا قادر يعمل روتيشن قادر بقى يجرب حاجات كتير جدا وانت بتكسب كل حاجة مقبولة منك وانت بتكسب تقدر الناس تغفر لك حاجات كتير جدا لكن الراجل بقى مانا الان ما عندهش اي اخطاء ماشي بشكل كويس الحاجات اللي لسه موصلهاش بيه وصلها مع الوقت والوقت بيساعده فالقصة ان احنا بنا نروح لجول كتير وبنترجم الفرص لأهداف ده الشكل الجيد ولي بخلينا الحمد لله نكسب اداء ونتيجة معظم المباريات ونحسن بقى الدور ان شاء الله بشكل كبير من بادر نتمنى ذلك اكيد وعندنا ماتش فيوتشر كنا منتكلم طبعا عنه ماتش فيوتشر كالعادة ناس هتقولك انت بتلعب فيوتشر ترتيب تاني خالص اداء مختلف مستوى فقورة مختلف بس برضو كالعادة ما فيش مباراة سهلة رؤيتك لي الاهلي وفيوتشر النهاردة بإذن الله ازاي مورا صعبة جدا 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 كمان لان فيوتشر من الاندلة ولدت كبيرة يعني فيوتشر في اول سنة ليه كسب كاس الرابط وفريق من الفرقة كبيرة جدا عنده جهاز فني رائع كابتن علمهر مدير فني كبير جدا وعنده لعبة جيدين جدا عندهم يعني 3-4 ناس لعبة من الموجودين أصلا من النادي الاهلي ولما بتلعب قدام النادي الاهلي المواضع مختلف تماما سواء انت ابن النادي الاهلي او مش ابن النادي الاهلي عايز تقدم مباراة كبيرة عايز تقدم مباراة مختلفة وانت بتلعب مع فريقة ولاد كبير والسنة دي مرة بظروف صعبة يعني ممكن خرج من كاس الرابطة اللي هو صاحب أول فوز باللقب البطولة فعايز عود بقى والكاس برضو الكاس مصري برضو لم يوفق برضو خرج فبالتالي هو عايز يعمل حاجة مختلفة بس مش غريبة كابتن السام الموسم ده ازاي فعلا فيوتشر أداءه مش الجيد ولا نتائجه رغم الصفقات الكبيرة جدا واللي كانت برقم برضو في بداية الموسم واللي هونا ربما حتنعاكس على الأداء والنتيجة مش غريبة شوية؟ النمط واحد بس شوية يعني فيوتشر ببقى كبير وفوز الكبير ما فيش حاجة تطورت ما فيش حاجة حصلت في نمط واحد عارفة ما فيش لعب يتباع فدخل فلوس للنادي ما فيش ما جابوش حد جديد ما فيش إضافات الفريق مستقر فساعات الاستقرار التام والهدوء ده يخليك ما تصولش الحاجة عمل ملل شوية ما فيش حاجة بتحصل جديدة يعني الفيراميز مثلا غير مدرب وجيب مدرب غير لعيب وجيب لعيب دارة كبيرة ودارة محترمة وزي ما بقولك نادي اتولاد كبير لكن الأمور المادية ما اعتقدش ان هي أحسن حاجة هناك دلوقتي في بعض الأمور الإدارية مش مش أحسن حاجة برضو خروجهم برضو من كونفدرالية بشكل يعني في برضو بعض الحاجات الإدارية أكيد ده عمل تذبب شوية في النواحي الإدارية وده بيؤثر سلبا على الأمور الفنية وطول الوقت احنا بنوعب نقول نادي الأهلي ممكن ما يبقاش أحسن فريق في الملعب لكن هو أحسن إدارة طول الوقت فلازم تبقى بتدير دايما بشكل كويس لكن فريق كبير وراء صعبة جدا 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 عن نادي الأهلي هو هيبقى عنده أنا لسه مغلوب من المصري ولسه عندي نفاك سلبية فعايز أعمل مطش كبير ومطش كبير قدامي قدام نادي الأهلي بيفرق كتير جدا الناس كثيرة جدا طول السيزون ما يعملش في الآخر نتيجة كويسة بس ده كسب الأهلي ده تعادل مع الأهلي ده عمل نادي الأهلي أنا فاكر وحنا في المقصة كابتنعمات سليمان في سنة من السنين مقصة معملكش موسم كويس بس كسبنا في السنة دي الأهلي وزمالك فاتقال إيه المقصة السنة دي كسب الأهلي وزمالك فطبعا مبراتك أمام النادي الأهلي مهما كان أنت مين بما فيهم الزمالك لا الموضوع كمان خليبه لك أن انت بتقوله ده تدلب من ضمن التفاصيل اللي بتخلي أي فريق لعب النادي الأهلي في أي بطولة هما اللي تنبي يتنافسوا فيها مهما كان مستوى الفريق حتى لو الفريق المنافس ده متواضع بس يجي قدام النادي الأهلي يتغول طبعا واخت بالك إزاي فما بالك بقى لما يكون الفريق ده كمان جاي لك وبيلعبك هو إيه يعني جريح نسبيا لأنه خسران بطولات كبيرة طبعا ما قداموش يعني بديل تاني غير أنه هو يعمل جيم عالي قدامه ده بيصعب من مهمة النادي الأهلي أكيد طبعا وتقييمك كمان في المباراة مختلف تماما يعني النهاردة في فيوتشر بلعب قدام أي نادي في مصر غير قداما نادي الأهلي كابتان عالم أهد نفسه أداءه الفني قدام أي نادي في مصر غير قدام نادي الأهلي مصر كلها بتتفرج 30 مليون بتفرجوا على مباراة النادي الأهلي مع فيوتشر خاصة في الأسباع الأخير دي الوقت اللي النادي الأهلي خلاص بيحسن إن شاء الله فيها الله قبيعي فهتلاقي تقييمك أنت كمان مختلف يعني ناس كلها بتاخد دايما من مباراة النادي الأهلي وإحنا بنلعب في الدول الممتاز بنلعب مثلا أربعة ثلاثة مرشين نما ناس كلها بتكلم عن مرشين بتقع النادي الأهلي وبعدهم بشوية ممكن الزمالك مثلا أو كيرا مزيان إنما الموضوع مختلف تماما والحاجة برضو الجميلة في فيوتشر وفي الأندية الموجودة إن كل واحد عارف مكانه وعارف حجمه وفين فبيسعى إنه يكسب دايما البطل ودي مهمة جدا خط بالك لأن احنا عندنا مشكلة دايما في مصر بتقابل بعض الأندية وحتى بعض الأشخاص إن مش كل واحد حطت نفسه في مكانه مش كل واحد حطت نفسه بروازه وعارف لو كل واحد حطت نفسه بروازه هتعرف تشتغل من مكانك وده بيعطى الناس كتير جدا يعني نادي أهلي في حتة بعيدة مختلفة تماما ومش محتاجة ياسبط لحد هو بينافس نفسه كده كده لكن الأندية التانية لو كل واحد حطت نفسه في مكانه هو يعرف اشتغل أنا معوجب جدا عارفين حجمهم عارفين مكانهم عارفين إن إحنا عندها حديثة العهد اشتغلين بشكل كويس عندنا استراتيجي معمولة بشكل معين بننافس على الثلاث مراكز اللي بعد النادي الأهلي التاني والثالث والرابع إحنا فيهم قريدي سنتين ثلاثة اللي فاتوا بنحاول نلعب كونتفيدرالية بنحاول نلعب أفريقيا الناس عارف هي فيه وده حلو جدا لإن أنت لازم تعرف أنت فيه عشان تقدر تقدر تشتغل اللي مش كويس إن أنت ما تبقاش عارف بروازك ما تبقاش عارف أنت فيه ما تبقاش أنت رقم اتنين لا أنا أصلا مفروض أبقى رقم واحد يعني ركز في رقم اتنين لا أنا مفروض أبقى رقم واحد أنا نادي مش عارف إيه في الآخر هتفكد أصلا رقم اتنين هتلاقي نفسك تالت ورابع وخمس هتبعد ليه؟ لأن أنت ما حطيتش نفسك في مكانك السريم عشان تقدر تشتغل منه ولما الآن ده بتعمل كده بتشتغل كويس يعني حتى نادي الزمالك في وقت من الأوات بنحترمه وبنقدره في وقت من الأوات كان عارف أنه التاني وعارف أنه ظروفه صعبة ووضعه صعب لما نشغل وركز قدر أنه يفوز بالدوري مرتين واربعد بعد سنوات طويلة جدا لما تنشغل بحاجات تانية وأنك تفكر في حاجات تانية خارج الإطار وما تبقاش أمين مع نفسك وتزابده بالإدارة وديره ليه عوامل كبير فائزي نفسك بشكل كبير جدا الإدارة أهم الفرق بتبع عارفة يعني كل فريق عارف مكانه فين زي ما أنت بتقول بس مش بالضرورة جماهير الفريق تكون برضي قوي على اللي هم عارفينه ده يعني فهم إزاي يعني حتى اللي عارف أنه هو في مركز تاني أو تالت أو ربع ما بطبيعة الحال أي جمهور حقه المشروع أنه يتطلع لما هو أهم من كده هو دايما الجمهور بيمشي وراء إدارته يعني عارف النهار ده لما يطلع مسؤول عاقل يعني يبقى بيودلي بتصريحات متزنة هتلاقي الجمهور دايماً ماشي في دارك النهار ده لما يطلع مسؤول في أي نادي جبير يقول إحنا عارفين مكاننا وإحنا بنسع على إيه الفترة جاء وكلام منطقي هتلاقي جمهور صدقك لكن ما تبقاش أنت حسنا كإدارة بتقول حاجة مش منطقية فهتلاقي جمهور برضو وراء أو تصريحات عن طريق الفاضل مش منطقية ومش ربعية وده بحصل كتير جداً يعني في المنظومة اللي احنا فيها أنه في ناس كتير جداً أنا بمشي وراء المسؤول بتاعه بنمشي بنفس المنطق وبنفس الشكل يعني وجزء تاني لأ شايف أنه ده كلام مش مش منطقي فبقى في انكسام أصلاً في الجمهور وانكسام في الإدارة وانكسام في اللعبة فالآخر نتيجة هتبقى وحشة وإحنا حتى كنادي أهلي يهمنا طول الوقت أن كل المؤسسات اللي في مصر تسير بشكل جاي بالحب جداً الناس كلهات بناك بالحب جداً يعني في وقت ملقات وإحنا بنشق النادي الأهلي أعدنا جيل سبعة وثمانين وثمانين ده أعدنا مثلاً خمس مكشوات أربع مكشوات نكسب الزمالك راح جاي الأخواتنا وصحابنا لعبة الزمالك وإنا زعلانين أنه في المكشو الثالث مش حاسين بنتيجة المباراة ولا بتعمل المباراة عايزين الزمالك يبقى نادي اللي إحنا بنحب هو نادي كبير جداً وإحنا منافسين لبعض لكن في النهاية أنا أحب نكتبه كويس علشان نقدر نتنافس الشكل كويس إحنا نسيبنا نادي الأهل نادي الزمالك في ملعبنا مع كابتن دقيقة السيد وإحنا عندنا 18 سنة 6-0 في ملعبنا 6-0 في ملعبنا في ملعب نادي الأهل المدينة ناصر ملعب 4 لتحد ده فبالتالي لما رحناك سنهم دور الثاني 3-0 هناك أنا فاكر أنا جبتوا جول الثالث في الوقت مفرحتش الفرحة اللي هو المفروضة فرحة لأنه الأمور بقت أسهل 9 أهداف مباراةين اللي مور بقت أسهل فإحنا طول عمرنا أخلاقنا وطول عمرنا طبعنا نحب جداً أن كل المؤسسات اللي موجودة في مصر وكل الأندية تبقى في أحسن مستوى عندها لأنه ده تنافس شريف جداً وإحنا الحمد لله عارفين نحن شغالين إزاي هنروح بقى الملف تاني آه كنا منتكلم في الفاصل قبل الهوى وعلى فكرة أعتقد يعني اللي احنا قلناه الناس كلها مقتنعة بي أو متفقة مع طبعاً المنتخب الأولمبي احنا واجهنا النيجر ومالي والجابون والأداء ربما يكون ليس مرضي ولكن النتيجة هنقول الحمد لله أن هي مرضية إلى حد ما فبرضو خلينا نقف هنا شوية هل كنت متوقع هذا الأداء هل إحنا متوقعين مع ميكالي الوضع يختلف في المباريات القادمة هل في أزمة حقيقية بتواجه المنتخب الأولمبي مستمرة بمعنى أن أنت عندك منتخب من الفرق أو الفري الأول للأنداء المختلفة بس مش اللي بيشاركوا مش اللعيبة اللي بتشارك اللي بتاخد فرص كتيرة وبالتالي ينقصها بعض الخبرات اللي مفتوض تكون متوفرة فيها عشان تقدر تحقق نتيجة أفضل وأداء في الأول وفي الآخر أفضل إيه المشكلة بالزبط؟ هقول لي فعل حاجة مهمة جدا أوقات كتيرة جدا وبطولات كتيرة جدا سواء على مستوى النشئين أو الأولمبي أو الأول عارفة من اللي بيكسب البطولة؟ الفريق اللي عنده حالة كويسة يعني أوقات كتيرة جدا أنت تلاقي منتخب قوي جدا بس ماكسبش البطولة مفيش رابط مفيش انتماء للبلد بشكل كبير مفيش حب البلد كلهم عاشين بره البلد الانتماء مش زي دائما اللي احنا دائما بنراهن عليه لعيبة رهيبة لكن الحالة اللي بيكسب أي منتخب الحالة المغرب وصل سمي فنة كاسعلم بالحالة بحالة لعيبة طب معل كده نحن بقلنا شوية سنين حلوين حالة بعافية الحالة مش حالة في المنتخب الأولمبي عشان نكون واضحين يعني إدارياً ولا إيه؟ لا الحالة فيه حالة كده من بين لعيبة حالة فنية وإدارية ولمة يعني مش موجودة بالشكل اللي موجود مثلا احنا كسبنا الودات بالحالة إحنا حالتنا إحنا حالة الفريق كنت بأتكلم مع كابتن تامر مصطفى المدير الفني لإمبي وكننا بأتكلم على نجاحه مع إمبي هو أخذ الفريق من آخر ثلاث فرق في الدوري النهاردة ما شاء الله سابعه وعمل يمكن عمل خمسة انتصارات متتالية إمبي طول تاريخه ما عملهمش في الدوري لمصر الممتاز فكنت بأتكلم مع كابتن تامر فبقول له إيه الأمور الفنية اللي فرقت مع الفريق خاصة أن هو جايب على كابتن طلعت يوسف اسم كبير جدا وقابليه كابتن أحمد كوشري الوضع معه اختلف تماما قال لي إحنا الحالة الحالة بتاعت الفريق إحنا خلاص وغدين على بعض حابين بعض عارفين شكل النظام عارفين التاكتك بتعمل إزاي اتعاودنا كمان على المكسب فبقينا ننزل كل من وراء إحنا متعاودين على المكسب فعندنا فكرة أن إحنا نكسب أي حاد هيلعب مع النجوم في كاس مصر عشان ما أبعدش عن المنتخب الأولمبي الحالة مش موجودة حالة البطولة مش موجودة موجودة عند مين؟ موجودة عند المنتخب المغرب عشان كده تلاقيه في البطولة يلعب مع جانا خمسة في نص ساعة عادي جدا ما فيش مشكلة ثلاثة أربعة جوان طيب هو إيه اللي يمنع أن الحالة تكون متحققة وموجودة بالفعل طيب أنت بقيت المقادير إنجاز التعبير متوفرة إيه اللي منعك أن انت تعمل التبخة المطلوبة أو اللي جماهيرك مستنيها منه الحاجة مش سهلة خالص إنك تعمل حالة دي حاجة مش سهلة خالص دي حاجة صعبة جدا دي الشطارة بقى مدير فاني وإدارة دي حاجة صعبة جدا يعني الحالة اللي موجودة عند النادي الأهلي هو نادي الأهلي فرضها على الوضع فدائما نتقل لك إيه اللعبة اللي بيجي تحس إنه بقاله عشر سنين موجود هي حالة حالة الحالة اللي كان عاملك بتنحسد شحيتها كان عارف يعمل حالة الكلام ده ممكن يبقى ممبول في حالة الاندية لكن في حالة منتخب قوم لا بالعكس منتخب كنت بالك برضو ما بتجمعش كتير يعني منتخب النهاردة بنتكلم على منتخب يعني فيه كنا لسه بنقول إنه اللعبة من اندية كتير مختلفة وعادة كبير جدا من اللعبة ما بيشاركش بشكل كويس مع الاندية حتى مثلا محمود صابر الأحرز هدف رائع جدا بلعب في فيراميدز لعب من أحسن لعب اللي أنا شفتها موجودة في مصر للفترات الأخيرة لو مش هشارك في فيراميدز لازم يتحرك لأنه إمكانياته كبيرة جدا حرام نخسر موهبة زي دي فأنا زي ما قول لحضرك الحالة الفنية والحالة البطولة مش موجودة عند المنتخب المصري عشان نكون واضحين لكن في النهاية انت بتكسب عشان انت مصر في مبارات كتيرة جدا انت بتلعب باسمك انت بتلعب بالإمكانيات الفردية وعشان برضو أدي له حقه المدير الفني المدير فني كبير يعني الراجل بأمانة بالظروف الصعبة دي وانك مش نعمل أحسن حاجة عندك ان هو يعد وان هو يكسب وان هو يوصل يا خلاص قرب من باريس وده الأهم يعني ان هو يوصل للمرحلة دي لا واضح ان هو مدرب كبير جدا كمان وجود كابتن وارد شيتوس في الجهاز واحد بقى الشغل في المنتخبات الخمسة سنيني اللي فاته الشغل بشكل كويس جدا في المنتخبات فأكيد ده عامل مساهم بشكل كبير جدا في الانجازات والانتصارات اللي بتحصل لكن في النهاية همنا ان النتيجة تيجي وطالما نتيجة جات اللي بقى ييجي اللي بقى ييجي مع المكسب بقى بيغطي وبيدرع لكل حاجة لكن بس مشكلتك انه انت خلاص بقى سيم فاينل وان شاء الله فاينل لو روحنا للمغرب بقى ان مغرب اكيد اكيد في نهاية البطولة هيبقى نهاي ناري يعني هيبقى نهاي ناري امكانيات وحالة وكل حاجة موجودة عنده معك انت وانت رائس حالتك انا مش متطمي انا بحب معاكم حاجة ان احنا ما بنجيش ان نقول كلام مش منطقي نه طبعا الناس مش مصدق احنا منتخب كبير جدا واسميننا كبير جدا وعنديننا عيبة جيدة جدا وعنديننا جهاز فائد رائع جدا وبشكرهم على المجود المفضول لحد اللحظة اللي احنا فيها والحمد لله نتائج جيدة لكن في النهاية احنا دائما بنمص على ما هو ابعد يعني انا الان انا عايز اخد البطولة عيني على البطولة عايز اروح باريس عايز اعمل حاجة فبالتالي انا الان شوية من البطولة حاسس ان انا الفلسيم الفؤاني اللي جاي ده مش عارف اعمل ايه يعني مش عارف اعمل ايه وطبعا اي جمهور سواء بيشجع النادي بعينه او بيشجع منتخب الوطني بتاعه اكيد الفوز والحصول على درعة او لقب او كاسر بطولة ايا ان كانت ايه هي البطولة دي اكتر حاجة مرضية بطبيعة الحاجة لكن ممكن بيبقى العزاء الوحيد في حال فقدانك للقب او لدرع ان انت تشوف اداء مرضي صح احنا بقالنا كتير بنتكلم في ان احنا مش شايفين اداء مرضي طبعا نهيك عن النتيجة ما بطبيعة الحال حنوصل لنتيجة ازاي واحنا شايفين اداء متراهج فالمعضلة دي مين اللي ممكن يفك طلاصمها مين ممكن يساعد في فك طلاصمها الوقت المدير الفني والجهاز الفني مع الوقت اللعبة دي كانت محتاجة يعني لو كانت ظروف الدوري احسن شوية كانوا جماعوا بدري شوية قعدوا شهر مثلا افلوا عن نفسهم في مكان معين سفروا برا مصر او حتى معسكر في مصر اللعبة تنساجم اللعبة تبقى مقربة من بعض الشكل احسن من كده اكيد هيظهر الكلام ده في الملعب اللي بيتعامل برا ملعب بيظهر في الملعب خدبالك الكورة مش 11 ضد 11 ولا الاسكواد اللي 20 ضد 20 في الملعب مش كده خالص ده فيه تفاصيل كتير جدا برا ده فيه تجمع الغداء ده فيه قولة لبس ده فيه اوتيل ده فيه تعاملات الحاجات ده كلها لو علاقة اللعب بعض جيدة والجهاز الفني اقرائبين من بعض هم اكيد موجودة مش بقول مش بقول انه فيه حاجة لا بس مش وصل الاحسن حاجة اكيد ده هينعاكس على اللعبة في الملعب خلينا اقول ان الوقت عشان برضو ما نبقاش بنظلم حد وندل كل واحد يعني حقه بما يرضي لا ممكن نكون الوقت مش كافي ممكن نكونوا مع بعض كفاية ما عملوش مباريات ودية كتير ما استعدوش كتير حتى مبارياتهم اللي كانت اللي كانوا بيلعبوها هنا في اسكنديريا برضو ما حسناش بيها اوي ما حسناش بال يعني كان بالعب وقت واحنا مش عالفين اصلا النتائج ومش شايفين ومش مركزين فتحس برضو الناس برضو مش في ظهرهم اوي يعني تحس برضو مش منورين اوي قدامنا لكن في النهاية هم المصريين ده من كده لما تيجي وقت صعب تلاقي الناس حتى شفت المباريات المباريات شفت يعني حمود صابر اللي هدف اللي احرازه والفرحة الكبيرة جدا اللي مبالغ فيها اللي عند العيبة توريك ان العيبة دي لا عايزين يعملوا حاجة عايزين يعملوا حاجة بس احنا مظلومين بان الوقت داية شوية ان احنا ما عدناش مع بعض كتير ان احنا ما استعدناش اصلا بشكل كويس انه اكيد احنا احنا اقول لو عايزين نروح للمبياد باريس لازم لازم كان السعداد يبقى احسن من كده 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 احسن promising احسن عن احسن عندي هذا الشهر قبل البطولة احسن عارف اركز انا لو كانوا يجب ان يعني حتى في بعض الاحيان لما بنيجي نختار وانا هنا بكلم على المنتخبات بشكل عام سواء اوليمبي شباب منتخب اول لما ربنا بيوم في صورتنا ومنخطط ان احنا نعمل مانشاطة ودية عادة من اختار منافسين احنا عزين نعد عايزيني عدل دوني على خير. يعني لعب البرازيل يعني ولا لعب ولا لعب. يا سيدي بلاش البرازيل لعب حد في النص. انا بقول لك حساباتنا يعني يعني دايما المدير الفني حسبها زي انا راجل برضو عايز اعمل لسه ما عنديش كبادة قوي في المكان اللي انا فيه. فانا عايز ايه يعني خلي الدوني يعمل الاسبوعين اللي احنا عديني ويعوده على خير لحد ما لماش اللي قد اللي بعديه. فهاتش فرقة في النص كده عشان عقدت بقى في المتناول يعني. الناس ثانية الناس بره بتفكر بشكل مختلف. تلقى المغرب بتلقى سنغال. كانت بتلعب مع برازيل من ممكن عشر بتيام واسبوعين. وكسبوا البرازيل الاربع لين. الفاكرين لما كنت معاكم مرة هنا بقول لك التطور اللي حاصل في افريقيا مرعب للاندية وللمنتخبات. النهاردة لما ساد يوماني واللعب اللي بتلعب كلها في دول اوروبا كلها. لما يجي لعب مع البرازيل ما هو بيلعب معايا في الفريق. ده انا اصلا اساس هو احتياطي. يعني فيه اللعبة من السنغال في اندية ببؤسسين. ولعب برازيلين احتياطيين. وما بيلعبوش في الاندية. فبالتالي لما لعبك انا منتخب من هكسبك اي مشكل. وهكسبك ثلاثة واربعة عادي جدا. هو طبيعي ان السنغال تكسب البرازيل اربعة حتى لو موتشودي. مش طبيعي. لكن هم مستدقين نفسهم. هم اشتغلوا بشكل كويس. فبالتالي التخطيط ماشي بشكل كويس. طول عمرنا في مصر مقولي التخطيط البلان الوضع المشروع. حضرتك قولي المشروع انا اي فرقة عندنا في المنتخب مشروح ايه. ما فيش حاجة معلنة. ما فيش حاجة معلنة. خليناك روضحين. انا مش عارف. حتى المنتخب بتاعنا يعني منتخب الاول برضو. مش عارف الوديات اللي ايه. انا بأتكلم بجد والله العظيم انا معرف خطة المنتخب الاول ايه. ولا منتخب ايه. انا عارف انهما في البطولة فعزين ناخدها. طب اي حد راح بطولة عايز ياخدها. انما هتعمل ايه بعض البطولة? اه لو روحت بريس هتعمل ايه? ولو مروحتش هتعمل ايه? البلان. وبعدين مش معلنة ايه? اكيد مدير الفانة اكيد عنده طب احنا احنا مصريين عايزين نعرف الكوصة عاملة ازاي لانه. عشان نبقى منتمينه في ظهرك يعني. فبالتالي احنا بنقول الكلام ده من غيرتنا دايما. من غيرتنا دايما على بلدنا. من غيرتنا على ندينة بنحب دايما انه احنا عايزين نبقى يا جماعة زي من الناس واضحة. لانه بنشوف نتائج في سانداونز. بنشوف نتائج في السنغال. بنشوف ان السنغال خد كل حاجة لسنة اللي فاتت. ومن مصر بالتحديد يا جماعة. فحتى كورشة ايه? فالبلان واضحة يا جماعة. عايزين عايزين البلان تبقى واضحة علشان بس نعرف ندخل جوه للسيركل بتاعتكم. ونبقى عارفين الامور اه ما شايفين. وعشان نعرف نشجع وعشان نعرف ننتمي. عشان حاجات كتير جدا وضح لي بس الخطة. عشان ده مهم جد. بص يعني الكلام بتقوله كلام بصراحة ممكن يكون البعض يقول لك يعني ظلامي شوية بس هو حقيقي. يعني انت بتيجت تتكلمي صورة حقيقية. يعني احنا بننقلها مش هنطلع نجمي. عازاني اصحى من النوم على كارثة. لو انا لو انا عاد تضحك على نفسي. اه ونقول احنا محققين. واعمل بلالين وارسن بسين وجودة. ممكن نعمل الكلام ده. انا مش عايز ده. انا 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 في النادي اللي تعودت على بها. تعودت وكنت بباح وبقول لكم دايما ان معملوا الاجزاء في وقت الانتصارات الكبيرة جدا كان هو يجي قلب وشه. ليه? عشان هو باسس قدام. عايز افضل على طول عايز اشوفكم على طول مبسوطين. فانا عايز اشوف مصر على طول مبسوطة. وعايز اشوف النادي اللي على طول مبسوطة. وعايز اشوف كل بدينا نفذ. الاعتراف معنا بقاله فترة طويلة يعني. فليه دايما احنا كده يعني حتى دلوقتي وانت بتكلم انا كمواطن مصري كمشجع مصري زعلانا ان انا اسمع الدول التانية المغرب السنغال افريقيا بعد المنتخبات والفرق اللي هي كانت بعيدة عنك اوي وانت متقدم معنا بشكل كبير. سبقتك بكتير. وانت بحلك سر زي ما قلت ما انا طول ما انا محلي سر. ده معناه ان انا مش ناجح. لان لازم كل فترة اي بني ادم حتى على مستوى الشخص يتقدم. حتى اللي هو الثبات في النجاح ده ده فشل. فليه كده يعني. احنا بنتكلم دلوقتي اي حد بسمعنا هيعتقد ان احنا مسعدناش. هقول لك انت بتكلم متقاصل ساعة سامي فاينال. لا يا جماعة احنا مش مسعدناش. احنا طبيعي احنا نسعد بس. واحنا طبيعي احنا نخد افريقيا. وانا نهاردة لو كسبنا افريقيا هبه في فرحة مبالغ فيها. لا يبقى عادي يعني مصر بتكسب افريقيا. ما ده طبيعي. لان احنا اسمنا في الكصة دي. فبالتالي احنا بنقوله بننتقد او مش بننتقد بنحلل الوضع. لكن في النهاية مش في ايدي اعمل حاجة وحضرك مش في ايديك ووسو الكريم مش في ايدي اعمل حاجة. مش احنا المسئولين حضرتك. مش احنا مش معنيين بالملف. مشكلتنا ان احنا شوف كده سوشيال ميديا وشوف كل النقوات وشوف كل الناس. الوضع العام جوه منزومة كورة المصورية مش مرد عند ناس كتير جدا. لكن في النهاية هو كام واحد بيدير. الناس اللي على الغردة كام واحد. بيديروا ازاي. بيديروا باني شكل. بيشهر في كام حاجة اللي بيدير. بيعمل كام حاجة. هو تركيزه هنا كام في المية. dalej. وهو عامل اقصى حاجة. ما عندنا الاسامل اللي بتدير مفروض اسماء كبيرة جدا وله لها بيع كبير.부 انا. انا الي هاجهydi قوائم الناس اللي بتدير اكيد هكذا لا. ولا أنا ولا غيري. هكذا الناس دي أجمد ناس. الناس دي أصلا قريدي لهم بره البورد تسمعي كلام كتير جدا. تدخل جوا. السحر اشتغل. ما تعرفيش في ايه. طب يا جماعة ما تبطولوا كلام حالي. دعاتنا غريبة جدا. طبعنا عادنا سنين طويلة مندهشين. من ايه؟ من انحنا بنشوف في عالمنا العربي وفي بلدنا مشاكل مفيش منها في أي مكان تاني. يعني نوعية المشاكل. مفيش مكان يخرب للمشاكل. لكن نوعية المشاكل عندنا في عالمنا العربي غير اي مشاكل في اي دولة تاني. بقينا في الفترة الأخيرة بنلاقي ان العالم العربي ده وافريقيا دي. ابتدوا كمان يعدوا مرحلة المشاكل دي ويزللوا لكل العقبات وينطلقوا. واحنا اللي بقينا لسه عادين مندهشين على حلنا. ايه الحل؟ الحل انك تشغل بشكل مختلف وتعمل تغيير قوي جدا. لازم فيه ثورة على مستوى الادارات اللي موجودة والناس اللي بتوديه ده بجاب دي يعني. والنهارده حقا للحق يعني. قعد كده محرك مع نفسك برا الهواء. وشوف مين اللي بيدير اماكن كتير جدا في مصر سواء اندية. ما هتلاقي المهندس فلاني فلاني دكتور فلاني فلاني الأستاذ فلاني فلاني. ما كانوش الناس بتوع. مين رئيس نيادي كان لعيد كورة ركابة محمود الخطيب. في الاندية اللي موجودة في مصر في الدور الممتازنين. في حد؟ فيش حد. يعني مش 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 قادر اركز او مش قادر. يعني على استحياء لو لقيت حد اعتلاقي حد واحد. لما النهارده طول الوقت باعد اقول كل ما جي هنا باعد اقول خدوا نادي اهل المثال. الشغلوا مع النادي. مش عيب يا جماعة والله العظيم. لما يبقى في مسأل اعلى. وكابت انطور العاشر هو مدير فني. كان بيجي مع مانو الجزئي يعمل فترات معيشة. هو مدير فني منافس نيه. وكسب كاس مصر مع الحارس وصوله عمل نتائه كبيرة جدا. الرجل كان بص وهو مدير كبير في مصر وعمل ارقام يكون عملهاش لحد دلوقتي. كان بيجي تعلم من النادي الهل. فبالتالي انتو احنا لي ما بنعملش كده. وبعدين والله العظيم تاني وتالت ورابع مش علشان انا موجود. بس هو كده ده قادره. انا اقول حاجة مغيرة الحقيقة. اقول لك احنا كلامنا في اقرار لواقع ملموس. في النهاية لازم لازم فورة جبيرة ومش هتحصل. انا بقول لك مش هتحصل. لكن يمكن. وانا جاي من قدامه بقول لك. اه بس اقول لك الحاجة. يمكن التاريخ يذكر الحلقة اللي احنا او كلام اللي احنا بنقول فيه ده. بعد خمس سنين لو ربنا جمعني بكم هوريكم انه احنا هنحصد نتائج السلبية بتاعة الحاجات الكتير جدا الغير مدروسة. الفترة الاخيرة وانا بحاول انتقل الفاظ. مش عايز اقولها شوية. الغير مدروسة الفترة الاخيرة. بعد خمس سنين هتشوف النتائج السلبية تبع عاملة زي. مش بتشاقم لكن حابب بلدي وحابب نادية وحابب لامتين دينا بحببها. بعد خمس سنين هفكركم. ان شاء الله لو لنا عمر هنحصد نتائج سلبية نتيجة للحاجات كتير جدا غير مدروسة بتحصل دول وسط. في الاندية وفي المنتخبات وفي ادارة. مش بتكلم على نادية بعينه ولا منتخب بعينه. في ادارة منظومة كورة القدم بكل تفاصيلها بقى. هي مش كورة بس كورة واعلام وجمهور واوة. هنشوف بعد خمس سنين هنروح على فين. هو طبيعي معلش ناسف يعني. هو طبيعي. طبيعي يعني ان احنا كنا ننام نصح نلاقي سندونز كسبنا خمسة في المرة الاولى. صحينا على بصي اكسم بالله العظيم. مباراة سندونز الاولى اكسم بالله. اكسم بالله زلزال. عارفة لو تفتكري زلزال تين وتسعين. من الحاجات اللي في حياتك تفتكريها. فبالتالي انا صحيت على كارثة لكن النادي الاهلي اشتغل. ده النادي الاهلي بقى اقولك ايه. احنا لما كل ما نلاعب سندونز ونخسر بنتجة كبيرة انطلق بعدها انطلاقة وتواهج بشكل كبير جدا. فبالتالي لو مصر كلها جوه افريقيا الناس ما اشتغلتش. ما اشتغلتش هنصح على كارث كتير جدا. بصي الحمد لله النادي الاهلي اللي بيحصل له مشكلة بيعرف يلحق نفسه. عنده المقومات اللي تخليه يلحق نفسه. انما كل الناس اللي في مصر مش جاهزة. كل الناس اللي عربيات مواتير قديمة. مه. علشان تقوم المواتير وعلشان تلحق نفسك هتبقى تعطلت كتير جدا. فبالتالي انا بقول له كل الناس. الموضوع هيعطر المنتخب في الاخر. بزبط. بحنا النهاردة بدأنا كلام مصنع على المنتخب. وبعدين احنا بتادينا نرجع لورا على الاسباب اللي خلت المنتخب بالشكل ده. اللي العبادة كلها ما بتلعبش. انا بقول لكل الناس اللي موجودة في مصر. المواتير عطوانا الادوات مش احسن حاجة. لازم الناس اللي بتدير الكورة تكون الناز بتاعةكورة. اجام demiş. مش عايزين مرة واحدة كلنا بنحب الكورة مرة واحدة كلنا. بنشغل في الكورة كلنا بنشغل في كل مؤسسات وكورة كلنا بنكابات المصر. كابتنا صالح سليما الله ارحمه كان دايما وryingنا صغيرين انا بقول لك. الكلام ده في افهانة يعني. كان نقول لك يا جماعة قول لي كل واحد باسمه. ما تبقاش ماشي في الموقف الميكروبسات فتقول لي ده يا كابتن كابتن من ايه? يعني ده كابتن من ايه? ده مش كابتن خالص. يعني بصي نوصل الكصة فيه كل واحد يتحط في مكانه كل واحد يتحط في بروازه كل واحد يعمل بلان مختلفة ما تجيش انت بتشتغل ثلاث سنين في مكان وتقول انا الثلاث سنين بتوعي وهانجح بشكل معين ما ليه جعل اللي جاي بعد هيعمل ايه? واعمل بقى الحاجات اللي على قد يعني انا بشوف ناس كوادر ب يشتغلوا في اماكن ما بيدوشك كل حاجة عندهم. يقول لك المكان ده ما يستهلش بتبخلوا يعني انت بتبخل انك تدي اكتر حاجة عندك. فبالتالي ما بقاش بيكا واحد يا جماعة. فبالتالي غريبة جدا لما تقول المكان ده ما يستهلش. اه اه اه. الناس مش عاملين دمير مش موجود اصلا يا. انا سمعتك ترجد. انا بجد انا سمعتك ترجد. بص حضرتك بص حضرتك انا لو جيت النهار ده كنوات النادي الاهلي. وما وما قبلتينيش بشكل كويس. ما خلتينش انت ميليكي. انا مش هديكي كل حاجة عندي. فبالتالي الانتماء يصنعه المسئولين. ده طبيعي. الانتماء يصنعه المسئولين في اي مكان. فبالتالي لما تدخل لي مكان تقابليني كويس. عامليني كويس. ففضل اطلع اقول لا سوزان هوندي دي دي اجمل واحدة دي اشهر واحدة. انت اللي خلقت الانتماء مش انا. لو قابلتيني بشكل مش كويس او او مدفينيش احسن حاجة او مقدرتيني او ظلمتيني. او ظلمتيني. هطلع في الاخر اقول او مقدرتيني. ده انا نجحت نجاح كاسح. وفي الاخر مليكش مكافأة. ده لقيتهم بيعملوا ايه? بياخدوا النجاح ينسبون نفس. اه. يعني بدل ما تقدرني. بدل ما تقدرني انا كشخص بتاخد النجاح تنسب الحدي تاني. فابتدى الاعلاقة تتوتر ما بين المسئولين في المكان واحد. فابتدى ما فيش ما فيش انتماء يعني. مش مش عايز اخرج برا اطار المنتخب لكن بكلم في صالح عام. انه انه منزومة كرة القدم المصرية في مصطلحات ومفاهيم اتغيرت. اتغيرت معنيها المصطلح موجود لكن معنيه مختلفة تمامة. فبالتالي انا بقولك انا فاك انا متأكد. والله العظيم ربنا هاجمعنا ان شاء الله بعد خمس سين انه بقولكم. كلام ده احنا عندنا حق فيه. لا كان فيه حاجات كتير جدا مش مزبوطة. نتمنى الاصلح يا رب اللي جايه. انا بكلا. يا رب يا رب. يا رب. بله سهلا والت طيب. سهلا والتطيب. حبيبي يا ربаны. ملتتنا يا ربانيك عبدال الاسلام. يا رب بس النهارده مكنش متشاقم او حاجة. انا كلام واقعي. ما برضو الواحد بكلم بصورة واخرية عشان الناس تحترم الكلام لان انا لو طلعت فعلا قلت حاجات منافية للواقع يعني انا كده ما بحترمش اقول السادة طبعا المشاهدين انا بشكر حضراتكو اكيد انا وكريم ونشوفكو بكرا ان شاء الله في الحالة جديدة وعشة الصبح في الان